بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السيدات والسادة الكرام أساتذتنا الأفاضل حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني على محدثكم عدنان قلعجي أن أرحب بكم جميعا في اليوم الأول من فعاليات أسبوع التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات والذي يبدأ اليوم السادس من هذا الشهر ولغاية العشرين في هذا الأسبوع المميز نلتقي لنناقش أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة رئيسية لتحقيق النجاح والتميز سواء على المستوى الأفراد أو المؤسسات إن التخطيط الاستراتيجي هو البوصلة التي توجهنا نحو المستقبل والتي تمكننا من تحديد أهدافنا بوضوح ووضع خارطة طريق تضمن لنا الوصول إليها بأفضل الطرق الممكنة سيكون هذا الأسبوع فرصة مثالية للتفاعل وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة من خلال الورش العمل والمحاضرات والنقاشات التي أعددناها بعناية لتلبية احتياجات الجميع نحن على يقين أن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز المهارات وتوسيع الآفاق بما يمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في المجالات المختلفة أدعوكم للاستفادة القصوى من كل لحظة في هذا الأسبوع وأتمنى لكم تجربة تعليمية مثمرة وملهمة فأهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم أسبوعا مليئا بالفائدة والإنجاز نبدأ على بركة الله مع كلمة ترحيبية باسم منصة أريد العلمية يقدمها لنا سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي في منصة أريد العلمية فليتفضل مشكورة تفضل سعادة الدكتور بسم الله الصوت واضح نعم دكتور ياريت بس شوي ترفعه أفضل بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله حياكم الله جميعا يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الأسبوع العلمي المتميز من أسابيع منصة أريد العلمية والذي يحمل عنوان التخطيط الاستراتيجي لأفراد والمؤسسات حيث نجتمع اليوم وفي الأيام القادمة بإذن الله تعالى لنتشارك الرأى والأفكار حول حقيقة موضوع هام جدا واحدة من الركائز الأساسية لنجاح المؤسسات أو حتى الأفراد وهو موضوع التخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي حقيقة التخطيط الاستراتيجي ليس مجرد أداة أو عملية نمر بها بل هو فلسفة فلسفة في علم الإدارة تمكن الأفراد والإدارة والقادة من تحديد المسار المستقبلي للمؤسسة بوضوح وثقة التخطيط الاستراتيجي يعتبر وسيلة نستطيع أن نستشرف بها المستقبل نستطيع أن نتوقع بها التحديات ونرسم بها الطريق نحو تحقيق الأهداف المنشودة للأفراد وكذلك للمؤسسات حقيقة أن الرؤية الواضحة والخطط المحكمة هما ما يميزان المؤسسات والأفراد الناجحين عن غيرهم خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى سنغوص معا في أعماق التخطيط الاستراتيجي مهارات التخطيط الاستراتيجي والمنهجيات والفريموركس المستخدمة وكذلك سنستفيد من التجارب الناجحة في هذا المجال سنستفيد من خبرات الخبراء كذلك الممارسين الذين سيقدمون محاضرات في هذا الأسبوع وسنستعرض أحدث الأدوات والنماذج التي تمكننا من تحليل البيئة الداخلية والخارجية وكذلك تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والتعرف على الفرص والمخاطر التي قد تواجهنا كذلك سنتحدث حول أهمية التخطيط الاستراتيجي في حياتنا الشخصية وهو موضوع أهم جدا أن الشخص يخطط لحياته ويهندس الخطة المستقبلية له وكيف يمكن الأفراد أن يصنعون خططهم الاستراتيجية لحياتهم المهنية والشخصية وما يمكنهم من تحقيق الطموحات والأهداف بأفضل السبب حقيقة التخطيط الاستراتيجي هو البوصل التي تواجهنا نحو المستقبل وهو الدليل الذي يحدد لنا المسارات الأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف سيتضمن حقيقة هذا الأسبوع مجموعة من المحاضرات القيمة والواعدة أنا أستعرض منها بعض هذه المحاضرات سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بالتقديم للتخطيط الاستراتيجي ما هو التخطيط الاستراتيجي سأقدمها بعد قليل ثم سنستضيف خبير الأداء الاستراتيجي دكتور رشاد البارودي سيتحدث عن KPI ميجا لابري مؤشرات الأداء وكذلك التخطيط عن طريق بطاقات الأداء المتوازن أيضا ستكون هناك يوم غد بإذن الله تعالى يوم كامل سنعيشه مع الخبير الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق السيد عمر سيحدثنا بالتفصيل حول السوات أناليسيز وكيف يمكن أن ننفذ خطة كاملة استراتيجية عن طريق بسوات أيضا سيأتي يوم آخر اليوم الثالث سنتحدث فيه حول وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الاستراتيجيات الأستاذ الدكتور محمد خطاب سيحدثنا حول أنواع الاستراتيجيات وكيفية تنفيذها والأدوات المستخدمة فيها اليوم الرابع سنستضيف شخصيتين حقيقة الأولى تحدثنا حول إدارة الأداء ومتابعة التنفيذ المهندس خالد إبراهيم بكار وكذلك المحاضرة أخرى لدكتور محمد عطا حول موضوع تحليل الفجوات وإجراء التعديلات ثم اليوم الخامس والأخير سنخططن بمحاضرتين الأولى حول إدارة التغيير change management للدكتور محمد عطا وكذلك محاضرة أخيرة للأستاذ أحمد البرغي حول موضوع دراسات الحالات case studies ونماذج ناجحة فإن شاء الله حقيقة نتأمل أن يكون أسبوعا واعدا ويعتبر أول مرة يقدم عن طريق منصة أريد هذا الأسبوع العلمي لهذا أدعو حقيقة جميع أعضاء المنصة للإنخراط والمشاركة في الحوارات في النقاشات التي تستدور في هذا الأسبوع ولأننا حقيقة نؤمن بأن النجاح هو نجاح يعني يأتي من التخطيط والعمل المشترك والتفاعل والعمل الدؤوب شكرا جزيلا لكل المحاضرين للفريق الذي سينسق لهذه المحاضرات لمن نسق سابقا شكرا لدكتور أحمد الضحيك حقيقة رئيس نظام عليم على جهوده القيمة في إدارة النظام وكذلك في التخطيط لهذا الأسبوع العلمي ولدعوة حقيقة المحاضرين الذين سيقدمون الخبراء وأتمنى حقيقة للجميع أسبوعا مليئا بالفائدة والإلهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وخيرا وبرك الله فيك سعد الدكتور سيف السويدي على هذه الكلمات الطيبة نعم أحبتنا الكرام نترك الآن الكلمة للدكتور أحمد الضحيك رئيس قسم نظام عليم وعضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد العلمية فليتفضل مشكورا تفضل سعد الدكتور أحمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على معلمة البشرية وصاحب الخلق العظيم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلمة تسليما كثيرا طيبا صوت واضح سيد عدنان نعم دكتور واضح نعم تفضل يطيب للترحيب بكم أعضاء منصة أريد العلمية للعلماء والباحثين والخبراء الناطقين باللغة العربية ولوخ الضيوف والحضور الكريم وأحييكم بتحية الإسلام بادئة بدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الدكتور أحمد عبد الرزاق الضحيق أنا عضو لائي الاستشارية العليا لمنصة أريد ورئيس نظام علم التعليم الإلكتروني يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم انطلاب أحد أهم الأسابيع العلمية التي تنظمها منصة أريد هذا العام وذلك لأهمية موضوع الإسابيع العلمي هذا في التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات من جهة ومن جهة أخرى لمكانة المحاضرين الفضلاء وخبراتهم الطويلة والمعمقة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والمؤسسات بأنواعها المختلفة طبعا لا يمكن لأحد أن يمكر أهمية التخطيط الصحيح والسليم منذ بداية أي مشروع أو انطلاقة أي مؤسسة أو إدارة أي منشأة تعليمية أو غير تعليمية أهمية التخطيط هذا في نجاح هذا المشروع أو المؤسسة وتحقيق الأداف المنشودة وكذلك لا يمكن أن نختلف على أن السير بلا خطة مدروسة كالذي يسير خطة عشواء لا بد من حصوله على الفشل في نهاية المطاف انطلاقا من أهمية هذا الموضوع في حياة الأفراد والمؤسسات وحرص إدارة نظام عليم على تزويد أعضاء منصة أريد بالمعرفة المنهجين على يد مختصين وخبراء مشهود لهم في هذا المجال تم التخطيط لإطلاق هذا الأسبوع العلمي راجين من المولى عز وجل أن يجعل فيه الفائدة والنفع لكل الحاضرين ويكون فيه الثواب والجزاء الحسن للسادة المحاضرين الذين تطوعوا جزاهم الله خيرا لنقل تجاربهم وخبراتهم الطويلة لأعضاء المنصة فلهم منها كل شكر والتخضير اسمحوا لي أستعرض الأسبوع العلمي العرض واضح أستاذ عدن نعم دكتور واضح نعم الأسبوع العلمي كما تفضل الدكتور سيف يتعلق من خمس أيام إن شاء الله من اليوم يوم السادس عشر حتى يوم عشرين أغسط إن شاء الله القادم من هذا الأسبوع في كل محاضرة في كل يوم نقدم محاضرتين بوقع ساعتين لكل محاضرة مباشرة بعد افتتاح هذا الملتقى نلتقي بكم مع الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية في المحاضرة الأولى بعنوان مقدمة في تخطيط استراتيجي حيث يقدمنا سعادة تعريف عن التخطيط استراتيجي وأهميته والفرق بين التخطيط استراتيجي والتخطيط التشغيلي Strategic Planning و Operational Planning بعد ذلك استراحة لمدة نصف الساعة نلتقي مع الدكتور رشاد البارودي خبير الأداء الاستراتيجي في محاضرة قيمة بعنوان بطاقات الأداء المتوازن وكتبة المؤشرات الأملاقة KPI Megalibrary في محاول هذه المحاضرة يتكلم الدكتور رشاد عن تطوير الاستراتيجيات وإدارة الأداء ويتكلم عن الموائمة الاستراتيجية وموائمة مع بطاقات الأداء وتقارير الأداء والتحليل البياني غدا إن شاء الله كما ذكر الدكتور سيف لنا يوم مطولة مع ساعدة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرزاق سيد عمر المشهود له بالكفاءة بإدارة المشاريع وخبير ريادة الأعمال الأستاذ أحمد عبدالرزاق هو عضو هيئة تدريسية في عدد من الجامعات في المملكة العربية السعودية يطوف بنا في محاضرتين الأولى في تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis Strength, weaknesses, opportunities and threats SWOT Analysis وهو الأداء الأساسية في موضوع تحليل البيئة بيئة المشروع الداخلية والخارجية حيث محاول هذه المحاضرة في كيفية تحليل نقاط القوة والضعف والفلص والتحديات لأي مشروع أو مؤسسة ومن ثم تطبيق هذه الأداء في عملية التقديد الاستراتيجي في المحاضرة الثانية لأستاذ الدكتور أحمد عبدالرزاق سيتكلم عن وضع الأهداف الاستراتيجية كيف يتم وضع الأهداف الاستراتيجية وتحديد الأهداف الاستراتيجية بناء على التحليل السابق للمؤسسات المختلفة أو حتى الشركات أو حتى على مستوى الأفراد العادين ومن ثم سيتكلم عن خصائص الأهداف الذكية Smart Goals أو Smart Objectives وحقيقة هذه Smart Objectives هي مطبقة في أغلب خلال المؤسسات والشركات وحتى الوزارات بقياس أداء الموظفين وقياس أداء كل العاملين في هذا المشروع أو في هذه المؤسسة أو المنشاء في اليوم الثالث 18 من أغوصص آب لدينا لقاء مع الأستاذ الدكتور محمد خطاب المدرب المحاضر في الإحصاء التطبيقي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وبناهج البحث العلمي المعتمد في جامعة عين شمس وجامعة أزر في مصر العربي هناك محاضاتين للأستاذ الدكتور محمد خطاب الأولى يتكلم فيها عن وضع الاستراتيجيات كيف يتم وضع الاستراتيجيات وما هي أنواع الاستراتيجيات الممكنة التوسعية والاستفارية والتقلصية إلى آخره ثم يتكلم عن اختيار الاستراتيجية مناسبة لأهداف كيف تختار الاستراتيجية مناسبة لأهداف التي وضعتها لمؤسسة أو منشأتك أو حتى وضعتها لك كفرد شخصي في القسم الثاني من المحاضرة أو المحاضرة الثانية سيتكلم الأستاذ الدكتور محمد خطاب عن تنفيذ هذه الاستراتيجية محاور هذه المحاضرة تتلخص في خطوات تنفيذ استراتيجية ما هي خطوات تنفيذ الاستراتيجية التي وضعناها مسبقا لهذه المؤسسة أو منشأة وما هي أدوات والموارد اللازمة لتنفيذ هذه خطة استراتيجية من كافة جوانب هذه الأدوات اليوم الرابع في محاضرتين الأولى لأستاذ المهندس خالد إبراهيم بكار وهو المؤسس والمدير العام لمجموعة الجمعانة الاستشارات والتدريب في دولة ليبيا يتكلم فيها عن إدارة الأداء ومتابعة التنفيذ وضعنا الاستراتيجية ثم قمنا بتنفيذ الاستراتيجية الآن ما هي المؤشرات التي يمكن اعتماد عليها لقياس أداء هذه المؤسسة وإداء هذه المنشآة في تحقيق الأهداف الموضوع مسبقا لهذه المنشآة ولهذه المؤسسة ثم نتكلم مع الدكتور محمد عطا المؤسس والمدير التنفيذي لمدرسة القيادة الذكية عن تحليل الفجوات وإجارة التعديلات بعد تنفيذ الاستراتيجية وقياس هذه الاستراتيجية والقياس الأداء لهذه الاستراتيجية والعناصر والأدوات المنفذة الاستراتيجية لا بد من وقفه وتحليل الفجوات وتحليل مدى ملاءمة الاستراتيجية والتنفيذ الاستراتيجية لهذه الأهداف الموضوع مسبقا وبذلك يتم تحليل الفجوات وإجراء التعديلات على هذه الخطة الاستراتيجية كيف يمكن تحديد الفجوات بين الأداء الفعلي والمخطط لهم وقياس الفجوات وكيف يمكن جسر هذه الفجوات وبثم إجراء التعديلات المناسبة لهذه الخطة الاستراتيجية بحيث لا يتم تغيير الأهداف ولكن يمكن تغيير مسار هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها على خطوات تنفيذ المشروع نلتقي ملذة لما الأستاذ الدكتور محمد عطى في يوم الخامس الأخير لهذه الفعالية حيث يتكلم عن إدارة التغيير أهمية إدارة التغيير في نجاح التخطيط الاستراتيجي وما هي استراتيجيات وأدوات إدارة التغيير بفعالية التغيير مهم لا بالضروري في بعض المؤسسات وفي بعض الحالات لا يمكن السير بنفس الرتم ونفس النساء طوال المشروع لا بد من وجود بعض التغييرات التي تحكمها الظروف يعني في أوقات تنفيذ المشروع تحدث بعض الأمور الطارئة فلذلك لازم يكون المشروع أجائل كما يقال باللغة الإنجليزية يجب أن يكون مرين يجب أن تكون إدارة المشروع وإدارة المؤسسات مرينة في الاستجابة لهذه التغييرات وهذه الظروف التي تفرض ودودها على الشركة أو المؤسسة أو حتى الفرد بحيث يقوم بتغيير المسار وتغيير بعض الخطط الاستراتيجية التكتيكية أو التشغيلية المؤخدة بحيث نصل إلى الهدف النهائي ونصل إلى تحقيق الاستراتيجية ممكن الطريق يكون أطول ممكن نحتاج إلى أدوات أكتر هذا تحكمه الظروف ولكن إدارة التغيير أحد الركاز الأساسية في إنجاح الخطط الاستراتيجي وإنجاح التخطيط الاستراتيجي لأهدف المؤسسة أو المنشاة وختاماً نلتقي مع الأستاذ أحمد البرغلي مدير شركة جينو ستاكز بالحلول التقنية وهو مستشار ومدرب معتمد في إدارة المشاريع يتكلم يطوف بنا في بعض الحالات ودراسة الكيس استاذيز لبعض المؤسسات أو بعض الأفراد كيف كان التخطيط الاستراتيجي هو أحد ركائز نجاح هذه المؤسسة أو نجاح هذه الشركة أو حتى نجاح الأفراد على المستوى الشخصي ووصولهم إلى أهدفهم السامية والكبرى سوف يستعرض معنا الأستاذ أحمد عرض ودراسة حالة نجاح في التخطيط الاستراتيجي وتحليل أمثلة تطبيقية من المؤسسات وأفراد حققوا نجاحات باستخدام التخطيط الاستراتيجي حقيقة الأسبوع العلمي أسبوع مليء بالأفكار والأمور الممكن نستفيدنا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المؤسسي وأتمنى أن يلقى هذا الأسبوع وهذه المحاضرات منكم كل الانتباه وكل التوفيق وكل الفائد إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى للمحاضرين الكرام كل التوفيق ومرة أخرى كل الشكر لهم جميعا على أعطائنا بعض من وقتهم الثمين لهذه المحاضرات وإفادة أعضاء النصة الأوريد العلمية من خبراتهم وتجاريهم الطويلة في هذه المجالات كل الشكر لكم وجزاكم الله عنها كل خير وبارك الله فيكم وكل التوفيق إن شاء الله وأسبوع علمي ماتع لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم سعادة الدكتور أحمد ضحيك على هذا الشرح المفصل لفعاليات الأسبوع أو أسبوع التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات نعم أحبتنا الكرام ننتقل معكم مباشرة ودون أي تأخير إلى محاضرتنا الأولى لفعاليات اليوم الأول من الأسبوع أسبوع التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات ويسعدني أن أرحب بكم من جديد في هذه المحاضرة العلمية والتي تحت عنوان مقدمة في التخطيط الاستراتيجي والتي يقدمها لنا سعادة الدكتور سيف السويدي والدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد المنصة الرائدة التي تجمع العلماء والخبراء الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم منصة أريد تمثل نقلة نوعية في عالم البحث العلمي والتواصل الأكاديمي حيث تتوحي للأكاديميين والباحثين فرصة فريدة للتفاعل وتبادل المعرفة على مستوى عالمي مما يسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية في الأوساط العلمية إلى جانب إدارته لمنصة أريد يعد الدكتور سيف السويدي مشرفا عاما على العديد من المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية الكبرى كما أسس عدة منصات ومشاريع تهدف إلى تطوير التعليم الإلكتروني وريادة الأعمال الرقمية مما يجعله شخصية رائدة في استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعليم والبحث العلمي في هذه المحاضرة سيأخذنا الدكتور سيف في رحلة عبر أساسيات التخطيط الاستراتيجي مستفيدا من خبرته الواسعة ليس فقط في مجال طب الأسنان بل أيضا في تطوير استراتيجيات فعالة للنهوض بالمؤسسات الأكاديمية والتجارية على حد سواء نحن على ثقة أن هذه المحاضرة ستكون مصدر إلهام وفائدة كبيرة لنا جميعا ونتمنى للجميع وقتا مفيدا والكلمة الآن مع سعادة الدكتور سيف السويدي فتفضل بارك الله فيك مأجورا مشكورا تفضل دكتور شكرا شكرا أستاذ عبدالله طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بيكون في هذا الأسبوع أسبوع التخطيط الاستراتيجي وهذه المحاضرة الأولى نتحدث فيها حول أساسيات التخطيط الاستراتيجي ومقدمة في التخطيط الاستراتيجي في البداية هل الصوت واضح أستاذ عدنان؟ نعم واضح دكتور طيب والعرض أيضا ظاهر صحيح؟ نعم 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 دكتور الحقيقة في هذه المحاضرة الأولى سأتكلم يعني بشيء من التعريف حول التخطيط الاستراتيجي ما هو التخطيط الاستراتيجي وبعض الممارسات اللي يعني تستخدم في المؤسسات وأيضا على الصعيد في داخل منصة أريد يعني الأمور اللي حاليا نستخدمها فيه كخطة كفريمورك فهي أشبه بما تكون كمقدمة أساسية وإن شاء الله المحاضرات القادمة ستكون أعمق وأكثر فائدة من هذه المحاضرة في البداية طبعا عفوا دكتور سيف بس يعني في ملاحظات تأتي أن الصوت واضح قليلا هل يمكن رفع المستوى للصوت؟ اللهي هذا ما أقدر هذا المايك أول مرة استخدمه فما أعرف أن ليس تسألتك على الصوت طيب على بركة الله يعني تأتي لملاحظات أن الصوت شوي منقف تسمع واضح الصوت؟ نعم 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 دكتور تفضل على بركة الله طبعا في البدء هذا الشات إذا مفتوح فنتشارك بشكل جماعي في الحديث في الشات في الدردشة هذه الصورة الأمامكم الآن تعتبر كمثال يعني كيف نحدد أفضل مساب أفضل مساب أن نصل به إلى النهاية نحن الآن في هذه المتاهة ظاهرة أمامنا وهذه المتاهة فيها أسهم أسهم لو قلنا هنا البداية start ظاهرة أمامكم الآن بلون الأخضر ونريد أن نصل إلى النهاية إلى الـ end فكيف سنصل إلى هذه النهاية؟ يعني يجب أن أتبع الأسهم حتى أصل إلى النهاية يجب أن أسير باتجاه ثم أصل مثلا إلى هذا المكان سيقول لي أذهب إلى الأعلى أو إلى اليمين قد أذهب إلى الأعلى ثم أذهب إلى الأعلى ثم أذهب إلى اليمين ثم أذهب إلى الأعلى ثم أعود إلى نقطة الدداء نفسه ثم سأأخذ محاولة ثانية وأنترق إلى الأعلى ثم أخذ الجهة اليمنى ثم أذهب إلى الأسفل ثم أعود إلى نقطة وهكذا هذا هو الحال طبعا في شخص الذي يسير على البركة يسير ونهاية غير واضحة أمامه طيب كيف أصل بأبسط الطرق وأقل وقت وأقل جهد إلى النهاية الظاهرة أمامكم يعني في هذا الاسم التوضيحي الذي يوضح النهاية كيف أصل إلى النهاية طبعا حتى تصل إلى النهاية يجب أن تبدأ من النهاية حتى تصل إلى النهاية بأفضل طريقة يجب أن تبدأ من هنا ما هو السهم الأخير الذي أوصلني إلى النهاية ثم أسير إلى ما قبله ثم ما قبله ثم ما قبله إلى أن أصل إلى البداية هذا هو التخطيط الستراتيجي التخطيط هو فن رسم النهايات أو الغايات أنا لما النهاية واضحة عندي الرؤية واضحة عندي إلى أين أريد أن أصل فيمكن أبدأ من النهايات ثم أعود إلى الخلف إلى أن أضع أصل إلى ما أنا عليه حاليا من وضعي الحالي وتحليلي مؤسستي والبيئة الحالية التي حولي ثم أسير على خطة استراتيجية فهذا الرسم الظاهر أمامكم الآن هو رسم توضيحي بسيط جداً يوضح الهدف من التخطيط الاستراتيجي يعني أنا أبدأ من النهايات أنا أضع خطة للنهايات أنا أتخيل النهايات النهاية تكون حاضرة في دهني فـ Top Down Programming بالضبط يعني أبدأ من النهاية ثم أعود إلى البداية فلو أخذنا مثلاً الآن لو بدأنا من النهاية لحصلنا على هذا الـ Path الطريق هو الأفضل أفضل مسار أسير عليه لأنني بدأت من السهم الأخير لذا أصلني إلى النهاية ثم أعود إلى الخلف هذا السهم ثم أعود إلى الخلف ثم أعود وهكذا إلى أن أصل إلى هذا الـ Path اللي هو سيوصلني إلى نقطة الانطلاقة إذن أنا أسير حول هذه الخطة هذه الخطة يجب أن أخذها وأدونها وأوثقها وأضع الفريق كاملاً يتشارك معي في المؤسسة بهذه الخطة التي سنتسير عليها في هذه المتاهة أو في رحلة تنظيم العمل في داخل المؤسسة أو الشركة إذن حقيقة هنا فكرة مهمة جداً وهو موضوع التفكير الستراتيجي ما هو التفكير الستراتيجي؟ ما قبل الخطة الستراتيجي؟ أنا يجب أن يعني كقائد للمؤسسة أو كقائد لنفسي أو كقائد لأسرتي يجب أن أتمتع بالتفكير الستراتيجي ما هي ملامح التفكير الستراتيجي؟ حقيقة التفكير الستراتيجي هو التفكير في المستقبل واتخاذ القرارات المفاضلة بين البداء لمصلحة المؤسسة لو نعود إلى الرسم الذي كان أمامنا قبل قليل قد توجد هناك طرق يمكن أن توصرني إلى النهاية ولكن تأخذ وقت أطول وجهد أكبر بهذا حقيقة أنا لما أتمتع بالتفكير الستراتيجي أنا أفكر في المستقبل أنا أتخذ القرارات التي ستعيني على الوصول إلى المستقبل بطريقة أفضل وأنا أفاضل بين البدائل لمصلحة الشخصية أو مصلحة المؤسسة طبعاً يعرف أيضاً التفكير الستراتيجي هو فن هو عبارة عن أردس فن رسم الغايات والأهداف التي يراد الوصول إليها بطريقة مزمنة مع توفير الموارد والجهود لتحقيق الأهداف وفق أساليب وطرق تختصر الزمن وتعظم النتائج أرجو أن تضعوا خطين تحت هذه العبارة تختصر الزمن وتعظم النتائج أنه أنا أريد أختصر الزمن ما أريد أصل إلى نقطة النهاية خلال فترة طويلة ومرهقة ومجهدة ومتعبة ومضنية للمؤسسة وإنما أنا أريد أصل فترة معقولة ومختصرة وأحقق نتائج عالية فهنا فكرة أنه أنا أتمتع بالتفكير الستراتيجي فالفريق الذي سيخطط المؤسسة يجب أن تكون هذه الأمور حاضرة ومستحضرة في ذهنها أنه أنا في التفكير الستراتيجي أنا هو عبارة عن فن وعبارة عن أرد ليش أرد؟ لأنه ليس pure science كل الدراسات الإنسانية حاليا هي ليست علم واحد زائد واحد يساوي اثنين عبارة عن متغيرات وعبارة عن ممارسات ونظريات وتأتي نظرية وتأتي نظرية أخرى تتحضر نظرية الأم التي جاءت ولهذا كلها عبارة عن فنون عبارة عن أرد وممارسات قد في المستقبل تتحول إلى pure science يعني كعلم ولكنها في الوقت الحالي كل هذه الإدارة والقيادة وخطة استراتيجية وعبارة عن فن عبارة عن أرد وعبارة عن فن رسم الغايات والأهداف التي تراد التوصل لها بطريقة مزمنة مع توفير الموارد والجهود لتحقيق الأهداف فوق أساليب وطريقة مختصرة طبعا الشركة تحفز موظفيها تضع لهم رؤية تشاركهم في هذه الرؤية حتى الحكومات تخاطب المواطنين أنه مثلا كان عندنا في ماليزيا ووسان ووسان أطلقت بال85 تقريبا يعني 2020 رؤية ماليزيا 2020 كذلك سلطنة عمان عندها رؤية تشاركها وتحلم بها مع مواطنيها مع شعبها اسمها 2040 رؤية عمان 2040 رؤية السعودية 2030 فهذا الفيجين هذه رؤية التي يمكن للحكومات أن تشاركها مع مواطنيها ويمكن للشركات مع موظفيها ومع زبائنها وحتى ممكن داخل الأسرة أن يضع ربي الأسرة رؤية خلال سنة خلال خمس سنوات خلال عشر سنوات ما الذي نحلم أن نصل إليه فهذه كلها عبارة عن ملامح في التفكير الاستراتيجي إذن التفكير الاستراتيجي حقيقة هو عملية عقلية تفكير أنا أمارس التفكير تتضمن تحليل وتقييم مختلف العوامل والظروف بهدف تطوير رؤية شاملة وطويلة المدى لتحقيق أهداف معينة أنا عندي هدف أريد أصل له فأنا أحلم بهذه الرؤية فأفكر استراتيجيا وهذا التفكير الحقيقي يتجاوز القرارات اليومية ومشاكل عاجلة في العمل في الشركة في اليوم في داخل العمالنا اليومية في مشاكل لا نقصد هنا هذه خطة استراتيجية هذه المشاكل التي تطرع علينا بشكل يومي حتى نحلها أنا التخطيط الاستراتيجي أو التفكير الاستراتيجي هو عبارة عن شيء في المستقبل فهنا لا أتكلم عن القرارات اليومية اليوم ماذا أعمل أو ماذا أشتري أو لا أنا ماذا سأعمل خلال 5 سنوات إلى الأمام خلال 10 سنوات إلى الأمام خلال 20 سنة لهذا أركز على الصورة الكبيرة الفيجن الكبيرة الصورة الكبيرة وكيفية توجيه الجهود لتحقيق نتائج مستقبلية ومستدامة هنا فقط أضع بعض التأصيل لموضوع التخطيط الاستراتيجي اللي طبعا مع الوقت ومع المحاضرات نأخذ في أمور أعمق وأكثر وتعقيدا ولكن هنا أساسيات من لا يفقح أي شيء عن التخطيط الاستراتيجي ممكن أن تكون هذه الملامح مفيدة له لفهم التفكير الاستراتيجي طيب ما هي عناصر التفكير الاستراتيجي؟ العناصر التفكير الاستراتيجي هي طبعا الرؤية المستقبلية يجب أن أتصور ما أريد تحقيقه على المدى الطويل وكيف نرغب في أن تبدو الأمور في المستقبل الرؤية تساعد في توجيه الجهود والقرارات نحن تحقيق الأهداف الكبير عنصر آخر مهم في التفكير الاستراتيجي نحن الآن لم ندخل في الخطة الاستراتيجية فقط نتحدث حول التفكير العنصر الآخر هو التحليل أنا لجب أن أفهم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات والوضع الحالي والمستقبلي وأين تموضعي في السوق كمؤسسة مثلا من هم المنافسين؟ ما هي التوجهات الاقتصادية؟ ما هي العوامل التكنولوجية؟ ما هي تغيرات المناخية؟ ما هي تغيرات سياسية؟ إذن أنا هنا أحلل بشكل عميق وضعي هذا العنصر الثاني الأول هو أن أتخيل المستقبل أستشرف المستقبل العنصر الثاني في التفكير أنه أحلل بعمق ما أستطيع أضع خطة استراتيجية إذا ما عندي تحليلي وضعي الحالي أين أنا؟ أين وضعي الحالي؟ ثم النقطة الأخرى وهي موضوع الإبداع والإبتكار دائما في حلول مبتكرة وسريعة ومختصرة وتواجه التحديات لهذا حقيقة لا نقتصر هنا في التفكير استراتيجي على الطرق التقليدية وإنما نسعى إلى إيجاد طرق جديدة تحسن الأداء ومساعدنا في الوصول إلى الأهداف النقطة الأخرى وهي اتخاذ القرارات المدروسة عنصر في التفكير استراتيجي أني أفاضل بين البدائل كما رأينا في الرسم الأولي الذي أرجو أن لا تنسوه لأن هذا رسم جميل أنا قد عندي طرق أخرى أستطيع أن أصل بها إلى النهاية ولكن أنا أفاضل بين البدائل والخيارات المتنوعة وأحدد أفضل مسار أفضل طريق أستطيع أن أسير عليه وفقا للمعطيات التي عندي فيجب أن تكون القرارات مبنية على فهم عميق الواقع والاحتمالات المستقبلية أيضا تكيف المرونة هنا موضوع العداب تابورتي أنا كمؤسسة يجب أن أتكيف مع الأوضاع الأمور فيها أن الخطة الاستراتيجية أو التفكير الاستراتيجي يستطيع أن يستجيب للتغيرات الغير متوقعة صحيح أنا وضعت خطة وهذه الخطة وضعت لها في نهاية هدف واضح المعالم ومزمن وقابل للقياس ولكن قد ترى أمور غير متوقعة كما سنرى بعض القليل في هذه المحاضرة أنه لهذا أنا أستطيع أن أتكيف مع الوضع الحالي لهذا هناك تكيف ومرونة في التفكير الاستراتيجي وأخيرا التنفيذ الموجه بالأهداف أنه أنا يجب أن أحدد أهداف لا أستطيع أن أسير فقط برغبات وأمنيات وإنما هناك خطة عمل وهذه الخطة واضحة وكل فرد المؤسسة له وظيفة معينة وفق الخطة الاستراتيجية وله وقت مزمن وله هدف يجب أن يحققه ومن سيعمل بهذا الهدف وكما سنرى بعد قليل أنه في الهداف يجب أن تكون سمارت يجب أن تكون هداف ذكية فأستفيد من الموارض المتاحة لي في المؤسسة وأراقب هذه الأمور وحتى أتقدم فهذه كلها عبارة عن عناصر خاصة في التفكير الاستراتيجي طيب ما هي أهمية التفكير الاستراتيجي؟ طبعا تحديد الاتجاه والتكيف مع التغيرات والحسين الأداء وكذلك إدارة المخاطر هذا كلها عبارة عن أهمية للتفكير الاستراتيجي أنه لما أنا عندي تفكير استراتيجي في مؤسستي لأنني عندي خطة استراتيجية لأنني أنا أسير بشكل واضح لأنني أتكيف مع التحديات والتغيرات البرفورمانس عندي عالي وأيضا بالنسبة للمخاطر أستطيع أن أواجه أي مشكلة لو واجهتني مشكلة وأضع لها خطة استراتيجية فأستطيع أن أعود إلى هذه الخطة وأعالجها طبعا أين أطبق التفكير استراتيجي؟ التفكير استراتيجي يمكن كما ذكرت في البداية ويطبق به على صعيد العمل وكذلك على الصعيد الشخصي في العمل يمكن استخدامه في المؤسسات في الشركات في المنظمات في المنظمات الربحية المنظمات غير الربحية في كل أنواع العمل وكذلك على الصعيد الشخصي يمكن أن أطبق التفكير استراتيجي في تحديد أهداف الشخصية مثل التخطيط لمستقبل مهني أين سأكون بعد خمس سنوات أين سأحدد أهدافي المالية حتى على سعيد تحسين العلاقات الشخصية فهنا تطبيقات للتفكير الساتيجي طيب هنا مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وضع الخطة من سنة تقريبا 1980 أو 85 وضع هذه اسمها ووسان ووسان فهذه الخطة حقيقة وضعها من سنة 1985 وكنا نشوفها حتى في الشارع في الشوارع في البنايات لا أعرف الخطة حقيقة الأخرى التي أعلن عنها ولكن هذه بوقتها كانت هي الترويج والتسويق لها وحتى الشعارات التي تكون على المعاملات الرسمية كانت يكتبون ووسان ووسان 2020 2020 ماذا تريد أن تصل ماليزيا في 2020 وهذا كنموذج تماماً إذن من فوائد التخطيط السراتيجي الخطة السراتيجية أن تحديد الأهداف والاتجاهات بشكل قابل للفهم ويسهل موضوع التنفيذ الخاص فيه لما أضع خطة اتقلنا الآن من تفكير إلى خطة هنا أنا وضعت خطة فلما أنا عندي في مؤسستي خطة سراتيجية إذن أنا حددت إهدافي حددت أين سأذهب ما هو اتجاهاتي أيضاً الكفاءة ستكون بشكل عالي تعزيز التفاعل والتواصل داخل المنظمة لما في خطة سراتيجية كل واحد يعرف شغله ما أسير بشكل عشوائي اعتباطي وإنما أنا أعرف ما هو العمل الذي أقوم به في هذه الفترة الزمنية المحددة فهناك اتصال مؤسسي متناغم بين الفريق كذلك القدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة وتوضيح رؤية المستقبل وزيادة الالتزام بتحقيقها توفير المعرفة التفصيلية الإدارة حول الموارد المتاحة لما أجرد ما لدي في المؤسسة فأنا بهذه الحالة أستطيع أن أعرف الموارد المتاحة في داخل المؤسسة تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية المنظمة في خطة أسير عليها فأنا أراقب داخلياً وضع المؤسسة وأراقب خارجياً التحديات التي يمكن أن تطرع على المؤسسة وأختصار الزمن وتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الثقة بالمنظمة لما في مؤسسة في منظمة لديها خطة استراتيجية في حكومة تسير في خطة استراتيجية إذن هناك ثقة ثقة بهذه الحكومة ثقة بهذه الشركة ثقة بهذه المؤسسة لهذا هناك ثقافة ثقافة التطوير المستدام في هذه المؤسسة يعني في خطة يسير عليها لا أسير بشكل اعتباطي فهذه كله عبارة عن فوائد لما نتعامل مع مؤسسة لديها خطة استراتيجية إذن كل شيء مدروس ومخطط له ومزمن ومحدد والفريق متناغم ويعرف أين يسير وهناك قائد الفريق هناك قائد الشركة يأخذ بهذه الخطة استراتيجية نحو الأمام وكذلك جذب الاستثمارات طبعا المستثمر سيثق سيثق بهذه المؤسسة وهذه الشركة وسيزداد من عملية الشركاء المحتملين لهذه المؤسسة إذن حقيقة كأن هذا الرسم الأمامكم هو المؤسسة لأنني أنظر لكل مفاصلها الموجودة في داخل هذه المؤسسة فالتخطيط الاستراتيجي يعتبر عبارة عن أدات عبارة عن تول في نهاية المطاف أستطيع أن أقيس فيها وضع المؤسسة أستطيع أن أساهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات والشركات لأنني أطلع على كل جزئيات وكل المرافق الموجودة في هذه المؤسسة فعن طريق الخطة أستطيع أن أعرف كل قسم أين يسير ما المطلوب من عنده متى سيكون في النقطة الفلانية كم المطلوب من عنده أن يحقق أرباح وهذا ما سنطلع عليه في موضوع الـ KPIs موضوع مؤشرات الأداء يجب أن أضع مؤشرات أداء لكل قسم ولكل موظف في هذه المؤسسة حتى أستطيع أن أقيس إما أقلل أو أحسن أو أكافئ أو أعتذر عن التواصل مع هذا الشخص وفقا لمؤشرات الأداء وفقا للـ KPIs Key Performance Indicators طيب كانت تكون الخطة الستراتيجية المؤسسة حقيقة الخطة الستراتيجية المؤسسة تختلف في بعضها يسموها خطة استراتيجية قصيرة المدى التي تكون من سنة إلى ثلاث سنوات وتستخدم لتحديد الأهداف والتوجيهات الاستراتيجية الفترة القريبة التي تتسند الظروف الحالية وفي عندنا اسمها متوسطة المدى التي هي ثلاث إلى خمس سنوات وفي خطة استراتيجية طويلة المدى التي هي خمس سنوات فأكثر وفي خطة استراتيجية التي هي مستمرة التي هي Continuous ليس لها مدة زمنية محددة وإنما هناك تخطيط مستمر ومراقبة وتقييم الأداء وتعديل استراتيجية حسب الحاجة وهذه هي أنواع الخطة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المتعارف عليه في المؤسسات والشركات لأنه أضع خطة لخمس سنوات قادم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأس أم إي أنا أضع لخمس سنوات خطتي اللي هي ما هي الرؤية ما هي القيم طبعا ما هي الرؤية ما هي الرسالة ما هي الأهداف الخطة تكون مستواها الإداري أعلى من الإدارة هناك فريق التخطيط يكون أعلى من الإدارة الحالية التي تشغل الشركة وكذلك هناك قائد يقود هذه الخطة يفكر في المستوى البعيد وطبعا لما أقول خطة فهي عكس السير بالبركة أنه في مؤسسات وشركات تسير ما في خطة تسير فس مجرد أنه الأمور تسير بشكل يومي دون وجود خطة معينة هذا يسمى يقولك ما شيء على البركة أما لما هناك خطة استراتيجية فهي عكس فكرة أو السير بالبركة طبعا أوبرت كايوساكي صاحب مؤلفات كثيرة ومن المفكرين والمغيرين والمستحين الذي كتاب رجداد فورداد يقول دائما أبدأ من النهاية قبل أن تبدأ في البداية في بعض من مؤلفات في كتاب مشهور جدا ستيفن كوفي اللي هو العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية هذه العادات السبعة اللي وضعها يعني أنه يكون فاعل وبدأ من النهاية ابدأ من النهاية أو ابدأ والنهاية في عقلك في ذهنك هؤلاء وجدوا أنه من هم الشخصيات الناجحة وقاموا بدراسة خصائص هؤلاء الشخصيات وكيف يتصرف في المؤسساتهم فوجدوا هم يشتركون بهذه السبع عادات السبعة لهذا سمي الكتاب The Seven Habits of Highly Effective People فوجدوا أنه عنده مجموعة من الصفات مضمنها أنه هو وين وين أنه أنا أربح والآخرين أيضا يربحون أبدأ بالمهم حفز الآخرين اشحذ المنشار حاول أن تتواصل مع الآخرين Seek first to understand then to be understood فواحدة من النقاط الهامة هو أبدأ والنهاية في ذهنك أبدأ من النهاية Begin with the end in mind طبعا في التخطيط الستراتيجي أرجو أن تشاهدوا هذه الصورة أمامكم الصورة التي على اليسار هذه الخطة التي لما نضع خطة استراتيجية نحن نرى قمة الجبل اللي هو هنا قمة الجبل وأنا هنا في هذا السير وأضع الخطة التي سأسير عليها حتى أصل إلى نهاية هذا الجبل فالجبل واضح أمامي إذا وضعت رؤية واضحة وأنا أريد أن أصل إلى هذه قمة الجبل بهذا الطريق الذي سأتخيل أنه طريق سهل وجميل وماتع في نفس الوقت أما على الجهة اليمين هذه الصورة حقيقة تبين أن الطريق حقيقة ليس بهذه السهولة لما نأتي في الـ execution في التنفيذ هذه الخطة سنرى في بعض الرياح والعثرات والتقلبات وقد أقع وقد في حفرة في الطريق لهذا حتى أصل إلى الجبل يعني ليس كما هو متوقع ومخطط له ولكن في خطة أنه في خطة هذا هو الطريق وهذا هو الجبل ولكن في بعض التغييرات لهذا حقيقة يسموها في علم التخطيط الستراتيجي إنه تحاول خطة استراتيجية تحاول أن يعني ستنظم من العمليات الخاصة للوصول إلى قمة الجبل ولكن هناك بعض الطرق وبعض المشاكل وبعض التحديات التي قد تواجهك في هذا الطريق عليك أن تتكيف معها فعملية الإدارة الستراتيجية تحاول تنظم المعلومات الكمية والنوعية تحاول أن تضع كل شيء له أرقام تحاول أن تهندس الطريق تحاول أن تضع المؤشرات وتصيغ المهام ولكن أثناء التنفيذ أثناء الظروف يسموها ظروف من عدم اليقين uncertainty يشير إلى أن الواقع يكون عادة أكثر وتعقيدا مما يتوقعه التخطيط النظري ولكن هل يعني أني أستغني عن خطة استراتيجية إطلاقا لا لأنها أوضحت لي الطريق ومن هذا الطريق أنا أسير لا أسير من طريق آخر وأخذ به وقت وجهد أكبر وقد أرجع إلى الخلف وقد لا أذهب أصلا إلى الجبل إلى قيمة الجبل إذن الخطة استراتيجية توضح لنا أنه الخبراء يقولون أنه الواقع قد يكون عادة أكثر وتعقيدا لما تبدأ بالتنفيذ ولكن أنك ستسير على طريق واضح المعالم وهناك تحديات وهناك بعض الإخفاقات وهناك بعض الأمور تستواجهها في الطريق هذه الأمور وهذه التحديات وهذه التعقيدات يجب أن تتوقعها لا تصاب بالإحباط والإخفاق والفشل وإنما هذا أمر طبيعي لما وضعوا الخبراء هذه المعلومات حتى لما تأتي في التنفيذ ما تصاب بالإحباط بتقاعد المؤسسة يقول نحن وضعنا خطة ويجب أن سنصل إلى مليون دولار من هذه السنة ووصلنا إلى خمسمائة ألف هذا أمر طبيعي طالما أنك وضعت خطة استراتيجية وكل شيء يعني مخطط ومدروس ولكن حدث هناك شيء على الطريق أثناء التنفيذ والذهاب إلى إلا هذا دائما يقول الواقع يكون عادة أكثر تعقيدا من الخطة استراتيجية المنمقة والجميلة والمفصلة طبعا نأتي الآن إلى النماذج ما هي النماذج الأشهر الموجودة فيه كثير من النماذج فيه كثير من تسمى بال strategic planning models اللي هي framework خطة عمل ومنهجيات سنشرح بعضها طبعا في هذا الأسبوع لا نصدع أنه غضي كل شيء ولكن هذه النماذج المستخدمة في التخطيط الاستراتيجي لما أضع خطة استراتيجية يجب أن أختار واحدة من هذه النماذج أو قد أمزج اثنين أو قد أضع لي خطة خاصة بي وتوافق مع مؤسستي استفيد من فكرة وفلسفة التفكير استراتيجي والخطة استراتيجية وأنا مطلع على هذه النماذج أستطيع أن أهندس خطتي الخاصة لمؤسستي قد أخذ فكرة من خطة وأخذ من خطة ثانية مع خطة ثالثة أمزجها مع بعض ولكن المتعارف علي هذه الخطط المشهورة يعني أو هذه حقيقة النماذج الاستراتيجي بلانيك موديلز في تقريبا يعني كثير حقيقة من هذه النماذج حتى كل واحدة من الأمم لديها النماذج الخاصة بها الصين الصين مثلا لديها الخطة استراتيجية والنماذج الخاصة بمؤسساته قد لا تفصح عنها حتى يعني لا تعلم عنها روس كذلك روسيا أنا أثناء القراءة والتنقيب والبحث وجدت بعض الاستراتيجيات الخاصة فقط في البيئة الخاصة في روسيا الشركات الروسية مثلا ولكن هذه هي حقيقة بعض النماذج المتعارف عليها مثل السوات السوات تعتبر من أقدم وأشهر أدات تستخدم في التحليل وأعتقد الكل الموجودين معنا يعرفون السوات يعني وسامعين في السوات وقد نستخدمين السوات وقد معنا خبراء في السوات ويوم غد سيكون كاملا حول السوات السوات مختصة ل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وتعتبر أقدم يعني أقدم نموذج في التخطيط الساتيجي من سنة 1960 في عندنا نموذج آخر اسمه التخطيط بالسيناريو استحدث في الستينيات من 1960 في واحد من النماذج المشهورة يسمى بالفايفر هذا سأفصل به إن شاء الله في هذه المحاضرة وسأشرح حول موضوع نموذج فايفر وهو يسمى بال Applied Strategic Planning Model بدأ من أفسر 180 في بعض النماذج الأخرى مثلا في في الحادي عشر هذا هنا يسمى ببطاقات الأداء المتوازن Balance Scorecard سيتحدث عننا الدكتور رشاد البارودي في المحاضرة القادمة بإذن الله يعتبر تقريبا الأشهر في الشركات في التخطيط السراتيجي يعني أنا كنت أعمل فيه في مشروع في المملكة العربية السعودية أدخل لهيئة سوق المال كان يستخدم Balance Scorecard وهو الأشهر تقريبا في الشركات الأبسط والأسهل هو سوات طبعا ولكن سوات فيه بعض الثغرات والإخفاقات وقد يستخدم أيضا يتم تضمينه في التحليل في بعض هذه النماذج مثلا هذا النماذج اسمه Fiverr يستخدم السوات في التحليل ولكن لا يعتمد عليه مئة بالمئة يعني فيه بعض الثغرات والإخفاقات فيه واحد اسمه Pest Pest to Pestel Pest مختصة لPolitics الوضع التحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقني سما بالPest يستخدم لبعض المنظمات Pest وPestel فيه مكنسي مشهور طبعا 7S Framework من 1980 فيه Blue Ocean Strategy يعتبر تقريبا هو الأحدث في هذه من سنة 2005 ستحدث أنه استراتيجية يسمون المحيط الأزرق فيه المحيط الأحمر فيه المحيط الأزرق فحقيقة هذه تقريبا أشهر استراتيجيات الموجودة في تخطط الستراتيجي طبعا ستسمعون إن شاء الله في هذه المحاضرات القادمة بعض هذه الأسماء بعض الأيام مثلا المحاضرة ستكون بعد قليل حول Balanced Scorecard حول بطاقات الأداء المتوازن سيفصل فيها الدكتور رشاد البارودي حول موضوع Balanced Scorecard يوم غد دكتور أحمد عبدالرزاق سيد عمر يوم كامل حول السوات ما هو السوات وكيف نستخدم السوات وقد أعتقد قد بعض المحاضرين سيذكرون بعض هذه المنهجيات وهذه الأطر الأطر العمل هي عبارة عن بروسس خاص في الخطط الستراتيجي أنا سأتكلم شاء الله بعد قليل حول Fiverr Fiverr model بسمى Applied Subject Planning model دكتور سيف عفوا على المقاطعة يعني الله يكرمك يا رب بس نأخذ استراحة دقائق حتى بس نزيد عدد القاعة لأنه في بعض الأشخاص يحاولون الدخول ولا يستطيعون بس لو تفعل القاعة لطفا بارك الله فيك دكتور نعم حبتنا الحضور الكرام دقائق إن شاء الله والدكتور سيف يكون معنا فقط نزيد ساعة القاعة لضمان دخولي أكبر عدد من المشاركين والاستفادة من هذه المخاضرة القيمة معتقد في مشكلة في زيارة القاعة لطاقة نعم 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 طيب إذن كما ذكرت الآن هذه هي المنهجيات اللي حاليا مستخدمة في الأشهر في موضوع التخطيط الستراتيجي طيب في طبعاً شيء يسمى بال types of strategic planning في أنواع الخطط الستراتيجي يعني هذه من المنهجيات اللي ذكرناها قبل القرية عبارة عن منهجيات أما الأنواع الtypes في عندنا مثلا على صعيد المؤسسة في على الصعيد الشخصي على صعيد يسمى بال functional strategy في شغلة يسمى بال growth strategy اللي هي استراتيجية النمو في استراتيجية التنافسية في استراتيجية الإبداعية في استراتيجية exit strategy المؤسسة تريد أن تدخل تتخارج سما بال exit أما تدخل بهئة سوق المال IPO أو يتم بيع هذه المؤسسة أو حتى إغلاق المؤسسة في استراتيجية خاصة لهذا الموضوع في النمو العالمي global strategy في digital strategy فحقيقة حتى لا يصبح هناك نوع من الارباك بين هذه الموضوع المنهجيات الفريموكس مع الأنواع الأنواع هذه الأنواع التي قد تذكر اللي هي exit strategy global strategy operation strategy ولكن حقيقة المنهجية هذه التي ذكرت الآن أمامكم اللي هو SWAT تعتبر منهجية Fiverr تعتبر منهجية بطاقات الأداء المتوازن تعتبر منهجية McKinsey منهجية Pest منهجية Blue Ocean strategy منهجية فظاهر أمامكم بلون الأحمر هذه تقريبا هي الأشهر والله أعلم الأشهر والمستخدمة وطبعا ولكن كل واحدة منها فيها يعني إيجابيات وسلبيات كل واحدة فيها إخفاقات فيها انتقادات وبعض المؤسسات كما ذكرت تأخذ منهجيتين وتمزجها مع بعض بما يتلاءم مع احتياجات هذه المؤسسة فحتى تكون الصورة واضحة نبدأ تقريبا بالمنهجية الأولى هي SWAT SWAT الحقيقة هي مختصة لStrength, Weakness, Opportunity Threats اللي هي نقاط القوة في المؤسسة نقاط ضعف في المؤسسة نقاط الأopportunities تحديات وكذلك المخاطر أنا سأتكلم بشكل سريع ومقتضب حول SWAT لأن في يوم كامل حول الموضوع ولكن حقيقة من الخفاقيات الموجودة والمشاكل الموجودة في SWAT أنها لم تحدد تفاصيل الفريق الذي يسير على الموضوع مثل منهجية ثانية اسمها Fiver أوضحت بالتفصيل كيف يتشكل الفريق وما هو الوقت اللائم ومنهم أفاد الفريق فحقيقة SWAT يجب أن تبنى من تقارير وبيانات ومقابلات خاصة للتحليل وتعتبر حقيقة الأشهر في الموضوع التخطيط الستراتيجي لا أقول أكفئ ولكن الأشهر لأنها سمبل بسيطة سهلة وطبعا لا تكتب يوم وإنما تحتاج أيام للتحليل وفيها مشاكل من ضمنهم وعدم توضيح كيفية تشكيل الفريق مثل منهجيات أخرى أوضحت بالتفصيل كيف يتشكل الفريق هنا نقطة هامة جدا أنه يجب على المؤسسة أن لا تضع التخطيط الستراتيجي على هامش أعمالهم أنه في بعض المؤسسات مثلا يقول لك آخر الدوام أو في نهاية الدوام سنضع خطة استراتيجية ويمكن الموظفين يبقون بعد الساعة الخامسة إلى السابع على مدة ساعتين يؤسبوع كامل ويخططون المؤسسة هذا طبعا واحدة من الأخطاء الجسيمة في التخطيط الستراتيجي فلهذا هذه الصورة يعني مولدة عن طريقة ذكاء الاصطناعي يجب أن لا يتم تهميش الخطة الاستراتيجية ويتم وضعها على هامش أعمال المؤسسة وإنما يتم تفريغ الفريق ووضعه في مكان جميل ومريح حتى يناقش الخطة الاستراتيجية التي ستصير عليها المؤسسة للخمس سنوات القادمة وينتقى حتى أعضاء الفريق بالشكل واضح المعالم من كل قسم ينتقى شخص فاهم في قسمه من الـ IT قسم من المالية قسم من الـ HR شخص وهكذا فحقيقة تحديد الأفراد الذين سيخططون المؤسسة يجب أن يفرغوا بالكامل للعمل الخطة الاستراتيجية وإنما لا تكون على هامش أعمال مؤسسة أو نخليها بالليل من ساعة العشرة أو بعد الدوام أو هذا طبعا واحدة من الأخفاقات الموجودة في الخطة الاستراتيجية فاسوات هي عبارة عن strength نقاط القوة يتم استعراض وجرد والتفكير بشكل عصف ذهني على طريق الفريق ما هي نقاط القوة التي لدينا الآن في المؤسسة يتم وضع هكذا عبارة عن matrix يمكن على الصبورة يكون أو يمكن أن يكتب على الكمبيوتر أو يخطط في الورقة أو القلم ويتم تقسيم الورقة أو الصبورة أو اللوحة إلى أربع أقسام SWOT S يتم وضع فيها الإيجابيات شيء الإيجابي الموجود حاليا ما هي إيجابياتنا الموجودة في المؤسسة ما هي القوة التي لدينا حاليا في الشركة ثم يتم استعراض وجرد والتفكير بشكل جماعي حول السلبيات الموجودة حاليا عندنا قد لا نفسح عنها ولكن في سلبيات نحن نشخصيها ونعرفها يجب أن تكتب في السلبيات ثم نأتي الأبروشنيتيز ما هي الفرص اللي موجودة في المحيط الخارجي لنا الأبروشنيتيز إنه شيء إيجابي ولكن إحنا ما نملكه وما مستفادي من عنده يعتبرها كفرصة بالنسبة لنا ونقوم بسرد ما هي المخاطر السلبيات اللي هي غير موجودة عندنا في المؤسسة ولكن قد تؤثر على المؤسسة لهذا تم تقسيم السوات إلى هذا الشكل السوات الآن مقسم إلى SWOT ووضعوا هنا الأول الثنين في الأعلى هذا المربع الأول والثاني strength القوة والضعف وضعوها في الانترنر نقول لك هاي داخلية تملكها المؤسسة ووضعوا الأبروشنيتيز والثريتز خارجية لا تملكها المؤسسة ولكن قد تستفيد منها المؤسسة وقد تهدد المؤسسة الأبروشنيتي قد تستفيد منها المؤسسة والثريت قد تهدد هذه المؤسسة لهذا وقالوا أنه أول الثنين تعتبر جيدة وآخر الثين لهذا هذا هو الرسم اللي يمكن أن يرسم على ورقة وقلمه وعلى الصبورة ويتفق عليه طبعا لا تشرح سوات لفريق التخطيط وإنما تكون واضحة للموجودين حاليا يعني تخططون للشركة وطبعا في شخص خبية في التخطيط يسمى بالفسيلي تيتر أو المسهل أو الميسر هذا شخص قد لا يفقه ولا يعرف التفاصيل الدقيقة في الشركة ولكن يعرف كيف تبني الخطر السراتيجية لهذا واحد أعضاء الفريق المهمين في التخطيط السراتيجي يكون الشخص اللي يفاهم كيف تعدل الخطر السراتيجي وقد سيعطي نبضة مختصرة حول كل الأداة تستخدم وكل منهجية تقول الآن في هذه النقطة الآن فكروا بشكل جماعي حول نقاط القوة التي لدينا في الشركة أو في المؤسسة أو في المشروع أو في الجامعة أو في الكلية أو في المؤتمر أو حتى على الصعيد العائلي يمكن أن يتم عمل سوات سوات تستخدم في كثير من السينوريهات التي يمكن أن يستفاد منها في التحليل عن طريق سوات فيتم وضع هنا نقاط القوة وتتناقش بعصف ذهني لا يتم وضعها فقط من الرأس فقط يفكر فيها لوحده وإنما هناك فريق يجب أن يفكر بشكل جماعي عن طريق البراينستورمينك سيشن عن طريق العصف الدهني ويضع نقاط الأساسية القوة ليش نضع القوة؟ يعني بدنا هدف أن نوضع نقاط القوة نريد أن نحافظ على القوة نحافظ على نقاط القوة يعني لما أنا أسرد القوة أنا ما أريد أن أفقد القوة وإنما نقاط القوة التي عندي يجب أن أحافظ عليها يجب أن أعظمها ثم أضع الويكنس حتى أضع لها خطة استراتيجية أنه كيف أصلح هذه الضعف نقاط الضعف اللي عندي في الشركة needs to be fixed ثم عندي اللي هو يجب أن أستفيد منها الفرصة اللي هي قد نحن ممتبهي لها مواعي لها ولكنها فرصة نحن متواجدين في هذا البلد مثلا وهذا البلد متقدم ناحية التقنية هذه فرصة لا مستفادة من عدها فهنا يجب أن يعني أستغل الفرص والثريتس حتى أتجنبه تجنب حدوث هذه لأنها ستؤذيني اللي هي التحديات شيء سلبي غير موجود ولكن نتوقع حدوثها مثلا اختراق الموقع الإلكتراني اختراق موقع الشركة مثلا هذا يعتبر الثريت هو حاليا الموقع شغال غير مخترق والأمور عال عال وتمام ولكن ضمن التحديات احنا عدنا اختراق قد يحدث هناك اختراق الموقع الإلكتراني والاختراق يجب أن أضع ما هي الخطط التي يجب أن يعني أو ما هي الأهداف التي يجب أن أضعها حتى تجنب هذا الاختراق في حاله حصل فهذه فكرة لسوات سوات أنالسيزي اللي هو يعتبر أبسط بشكل من الأشكال وأبسط أداة وأشهر أداة وأقدم أداة موجودة في التخطيط الستراتيجي أنه أسرد وأفكر في موضوع النقاط القوة والضعف والأفروتشينيتيز الفرص وكذلك التحديات في داخل المؤسسة طبعا يمر بمجموعة مراحل أنا لأن غدا ستم التفصيل فيه على حال الإسوات فطبعا أول شيء نحل الإسوات ثم نحول النقاط اللي وضعناها إلى يسموها الأهداف ذكية سمارت يجب أنه كل هدف يكون كسمارت يعني عن طريق السمارت اللي هو هدف يسموه هدف ذكي والسمارت على سبيل المثال لو أنا وضعت مثلا واحدة من الأهداف اللي عندي مثلا طبعا سمارت هو مختصر لسبسيفيك محدد يجب أن يكون محدد يجب أن يكون قابل للقياس يجب أن يكون متفق عليه من قبل الجميع وواقعي ورستيك ومزمن T S-M-A-R-T سمارت فهذه النقاط حقيقة الأساسية على سبيل المثال لو مثلا شخصنا أنه وضعنا مشكلة في التحديد مارسوات أنه عندنا مشكلة في الموارد البشرية ضعف في الموارد البشرية الفريق اللي عندنا لا يجد التعامل مع البرامج الموجودة حاليا والصوفتويرز إذن شخصناها كنقطة في الويكنس أحولها إلى هدف سمارت حتى أحولها إلى هدف سمارت نأخذ هذا المثال أنه لو وضعنا أنه تهدف الشركة يتحسين الموارد البشرية طبعا هذا ليس هدف سمارت لو عندنا شخصنا مشكلة نحن في التحليل في التحليل شخصنا مشكلة أنه عندنا مشكلة للفريق اللي عندنا حاليا لديه أمية في التعامل مع البرامج ومع الكمبيوتر مثلا لا يجد التعامل مع الأكسل والوورد والبووربوينت وهذه البرامج المشهورة إذن هناك مشكلة في هذا هدف عام يجب أن نحولها إلى سمارت كيف نحولها إلى سمارت هذه الطرق أنه يجب أولا أن يكون محدد تهدف الشركة لتدريب الموظفين على استخدام الكمبيوتر محدد ولكن هو ليس سمارت حاليا يجب أن نوظيف عليه يجب أن نضعها قابل للقياس تدريب كم؟ تدريب 500 موظف على 5 دورات الكمبيوتر دخلت هنا لغة الأرقام بالموضوع فالهدف فتحول إلى هدف أفضل من النقطة التي قبله أنه فقط تهدف الشركة تدريب الموظفين طيب كم موظف على كم دورة الآن أحدد أكثر حتى يقترب إلى أن يكون هدفاً دكياً الآن حددته وقابل للقياس ومتفق عليه يعني تدريب قد بعض الموظفين مثلاً في التخطيط السراتيجي الفريق التخطيط قالوا 500 موظف كثير جداً لا يمكن أن يتفرق 500 موظف حتى أنه حتى سندربهم على خمس دورات الكمبيوتر يمكن الشيء الواقع أن نتفق عليه أن نأخذ 100 موظف وسندربهم على خمس دورات في الكمبيوتر الأساسية دورة في الورد والإكسل والباوربوينت مثلاً والتعامل مع الكروم والإنترنت وكذلك مثلاً دورة في السيكوريتي مثلاً فإذن هنا صار هدف متفق عليه طيب وأيضاً صار واقعي لو قللنا العدد مثلاً صار أنه يقول لك حتى 100 أيضاً كثيرة 100 موظف كثيرة سنأخذ 50 على الخمس دورات فهنا محدد قابل للقياس ومتفق عليه هو ريارستيك واقعي ما أحلم يعني وهنا أيضاً أصبح أضفنا له تزمين خلال خمسة شهور إذن تدريب 50 موظف على خمس دورات الكمبيوتر خلال خمس شهور إذن هو محدد وقابل للقياس ومتفق عليه هو واقعي ومزمن ومجدول زمنياً إذن هنا تحول هدف إلى سمارت إذن أنا في حقيقة في سوات أخذ كل النقطة من النقطة وأحول كل نقطة من هذه النقطة إلى هدف سمارت يعني في الويكنس عندي مشكلة في الموارد البشرية مثلاً فأحولها إلى هدف سمارت بهذه الطريقة يجب أن يكون محدد وقابل للقياس ومتفق عليه وواقعي ومزمن ومجدول زمنياً وأعتقد الدكتور إن شاء الله تعالى سيفصل يوم غد في محاضرة حول السوات طبعاً هنا يجب أن أحول كل هدف هذا الهدف أضيفه بورقة واحدة في الأعلى أنه اتفقنا على أنه درب 50 موظف على خمس دورات الكمبيوتر خلال خمس شهور فأفصل بالجزئيات الموجودة في هذا الهدف طيب من هم الخمسين موظف سيحددهم مثلاً آدم متى موعد التحديد كم ستكلفنا أيضاً ما هي الدورات؟ الأخت رانية الأخت رانية هي عدها خبرة في الكمبيوتر والدورات إذن هي تحدد ما هي الدورات ومن هم المدربين الذين سيتم التعاقد معهم يحددهم شخص آخر وما هو الديدتاين هذا تخطيط استراتيجي هنا لما أقول بأصل لهذه المرحلة أنا أحدد كل شخص ماذا سيفعل لأن حددت هدف ذكي وهذا هدف جاء من تشخيص لواقع عن طريق السوات فأنا هنا وضعت خطة استراتيجية كل هدف من الأهداف يمكن أن يكون بورقة واحدة خاصة به تفاصيل والآن طبعاً فيه صوفتوس كثيرة هي تهندس وتجدول وتنظم وتدير هذه الأمور يعني البرامج الخاصة في التخطيط استراتيجي كثيرة ويمكن تتدرب عليها حتى تحول لك هذه الطريقة التي هي على الورقة والقلم والطريقة التقليدية تحول نفس الفكرة نفس الفلسفة ولأنها على صوفتوس باستخدام صوفتوس وهكذا هناك تكلفة كوست وهناك ديدلاين وهناك هوزن شارج وهناك الوسائل التي أحددها عن طريق فريق التخطيط وفريق التخطيط ليش يقعد منتجع ويكون مرتاح ويأكل ويشرب وهو سعيد وحتى لو كان قاعد على شاطئ معين حتى يبدع حتى يفكر بإبداع ميصر واحد جوعان ويقدر يبدع ويفكر بإبداع أو يفكر خارج الصندوق وإنما يكون بمكان مريح مطمئن آمن سعيد البيئة تكون جميلة وحتى يبدع ويفكر ويخطط ويهندس لسير هذه المؤسسة وهذه الشركة طيب الآن تقريبا هذا هو سوات وطبعا في النهاية يحول كل شيء إلى تقويم خاص بهذه المؤسسة فسأضع هنا أنا كمدير أو كقائل لهذه المؤسسة أضع مثلا من مسؤول في هذا اليوم عن هذه الأمور كلها تكون بـ حتى أتابع أتابع هل أتم عمله أم لم يتم عمله هل هو أخفق هل هو هل هو تأخر وهكذا فهذا باختصار حاول أن أوجز حاول سوات سوات اللي هو تعتبر الأشهر وأعتقد يعني يعني مستخدمين يسامعين فيه اللي هو موضوع ويمكن أن حتى يعني في بعض الأحيان نحن نسوي على الورقة والقلم يعني على السريع نخط أربع أقسام أربع أعمدة يعني نقسم الصفحة أو الورقة أو الصبورة إلى أربع أقسام ونضع هنا ما هي النقاط القوة لدينا ما هي النقاط الضعف ما هي الـ وسنرى بعض النماذج القادمة ستأخذ هذا الاسواد وتدرجه في داخل الفريموك الخاصة لشهرته وسهولة العمل كما قلنا الآن تخطيط استراتيجية مجموعة من التولز مجموعة من الأدوات تعينك على موضوع أنه كيف تفكر في المستقبل لهذه المؤسسة كيف ترسم الغايات فن رسم الغايات طيب نأخذ نموذج آخر وهو نموذج الأشهر والأجمل وأنا على صعيد الشخص أستخدم كثير وهو نموذج فايفر خططت فيه كثير مؤسسات يعني صغيرة ومشاريع ومنصات رقمية وأفكار نخطط عن طريق فايفر اللي اسمه فايفر strategic planning model فايفر strategic planning model هو عبارة عن إطار عمل فريموك مثل مثل سوات نفس فكرة سوات بس النظم أكثر ومرتب أكثر ووضع بعض الملامح وبعض المحددات والأطر الجميلة هو عبارة عن إطار يهدف إلى مساعدة المنظمات أو المؤسسات في تطوير وتطبيق استراتيجيات فعالة تحقيق أهداف طويلة الأمل حقيقة فكرة هذا النموذج أنه قائم على أن التخطيط الاستراتيجيج مع أن يكون عملية متكاملة تشمل جميع الجوانب الخاصة في المنظمة مع مراعاة البيئة الخارجية والداخلية على حد سواء يعني هو عبارة عن عبارة عن بروسس أسير عليها أنا مع فريق التخطيط حتى أصنع خطة متكاملة لهذه المؤسسة سمى بالفايفر strategic planning model طيب الفريموورك يمكن تحمله عن طريق الQR code وعن طريق الرابط الموجود هنا وهذا الفريموورك الظهر على اليمين وجزاه الله خير الأستاذ الدكتور أسامة إسحاق قام بهذا الجهد العظيم الجبار نسأل الله أن يكتب في ميزانه يعني الحسناته وضع الفريموورك بطريقة رائعة وسبق أن أعطانا في مادة الـ MBA في ماجستير إدارة الأعمال وأنا استفدتم منه في التطبيق العملي فحقيقة هذا الجهد بهذا التنظيم طبعا هو يعني مذكور بالكتب والأدبيات والبحوث العلمية وفي واحد من أقدم الكتب هذا هو كتاب اسمه Applied Strategic Planning ظهر أعتقد بالـ 97 حول هذا الموضوع Strategic Planning Workbook for Non-Profit Organization ولكن وضع بهذا التنظيم الجميل فيمكن طبعا تحملوا مجانا هو عبارة عن Framework يمكن حتى تدخلون على هذا الرابط وتحملون هذا Framework وأنا يمكن أشارك معكم في chat تفضلوا هذا هو لما تضغط عليه تضغط على link اللي شاركت معاكم الآن في chat هذا هو go.re.my slash 2000 لما تفتحها حيحولك مباشرة على Framework هذا هو Framework اللي حنشرح عليه 5R طبعا ظهر أمامكم معقد ولكن بعد الشرح إن شاء الله سيكون سهل وميسر وتستخدموا ويمكن حتى تطبعوا أنا على صعيد الشخصي كنت أطبع بشكل ملون وكبير وأضع أمام عيني حتى دائما أستشهد بي وأرجع لهذا النموذج وأكد وأقول مالغة ثانية هو جهد الدكتور أسامة إسحاف زاهضة وخيرا وأعتقد سيقدم بعض المحارضات القادمة ليس في أسبوع تختلف استراتيجي وإنما في أسبوع الذكاء الاصطناعي سيقدم شيء من هذا القبيل طيب هذا هو الفريموك اللي هو اسمه ويمكن طبعا تعملوا تكبير إلى حتى ترون جزئيات عبارة عن عشر أجزاء عشر أقسام نسير بروسس بروسس خطوة خطوة حتى نصل إلى الخطوة الأخيرة ولما نسير بكل خطوة سنكتب كل تفاصيل هذه الخطوة في خطط نا استراتيجية يمكن أن استخدم هذا النموذج تحصل على خطة من 150 صفحة فقط لما تستخدم هذا النموذج وهي تكون خطة منظمة وميسرة لعمل الشركة اسمه نموذج فهنا طبعا في الوسط هنا في الوسط أنا أعمل تكبير زوم نموذج التخطيط التستراتيجي العمل يسمى Applied Strategic Planning Model واسمه Fiverr Model يسمى المتعارف عليه يسمى بنموذج Fiverr طيب المراحل إذا حملت أحد عنده مشكلة في تحميله إذا تحمله يكون جيد يعني حتى لو لاحق أن تحمله يعني حتى تحتفظون به وتطبعه وتسيرون عليه طيب الخطوة الأولى والنقطة الأولى التي يجب أن تبدأ في هذا النموذج يقول لك التخطيط للتخطيط Plant Plant التخطيط للتخطيط مثل التفكير للفكرة يعني يعني يجب أن تخطط للخطة من سيقوم بهذه الخطة من الأفراد فهنا طبعا مقسم إلى المرحلة الأولى تخطيط خمس مراحل جانبية أولى هذه المراحل هي تشكيل الفريق من الفريق الستراتيجي الذي سيخطط لهذه الخطة والفريق الستراتيجي ينصح أن يكون خمس إلى سبع أفراد يؤتون هذه الإدارات من الإدارة العليا قد يكون المدير الشركة أو المدير المؤسسة أو النائب الذي يفهم بالجزئيات والتفاصيل يمكن أن يكون شخص من شخص من من وحتى يمكن أن يستعام بمستشار خارجي الذي يكون في الغالب فاهم بالخطة الاستراتيجية وفي التخطيط الاستراتيجي فهو فقط مسحل وميسر لسير العمليات وفقط يسأل أسئلة ويأخذ الفيدباك ويدرجها حتى يملأ النماذج الموجودة إذن أعضاء الفريق ينصح أن لا يزيدون عن سبعة حتى ما يكون هالك نقاشات وضيع للوقت ولا يقلون عن الخمسة يعني وأنه ما من خمس إلى سبع أفراد ينتقون بعناية فائقة هؤلاء هم الذين سيخططون لهذه المؤسسة يختارون من عدة أقسام ولازم يكون معهم شخص خبير في الخطة الاستراتيجية حتى هو فقط سيسهل ويسر العملية وهنا طبعا هذه نقاط مهمة وملامح في العمل للفريق أنه يكون متفرغ لا يخصص هامش من وقته للتخطيط وأنما هو يعتبر full time dedicated لهذه المهمة يعني full time work هناك اجتماعات يعني ما نجتمع كل أسبوع أو كل شهر وأنما لا سيفرغ أسبوع أو أسبوعين وكل يوم سيلتقون هؤلاء الفريق حتى ينهمون من العمل ويعودون إلى عملهم الأصلي إلى أقسامهم طبعا هناك نوع من التحفيز والمكافآت لهذا الفريق قد يكون هناك يعني السفر إلى منطقة إلى منتجة إلى فندوق وهناك ميزانية لفريق التخطيط ميزانية لاستضافتهم واسكانهم بمكان جميل وحتى يمكن يكون في داخل الشركة أو المؤسسة لا ضير يعني وأنما يفرغون ما يشغلون بأكثر من شغلة أثناء التخطيط حتى لو يكون في داخل فقط الآن لا تحجون مع أفلان خلال هالسبوعين لأن الآن هو عنده مهمة ليخلصها ليجتمعون فلهذا دائما ينصحون المنظرين للخطة استراتيجية أنه قدر الإمكان يتم تفريغ هذا العنصر لوضع خطة استراتيجية محكمة وناجحة حتى تصير عليها المؤسسة فهنا طبعا النقطة الأولى لو ترون الآن أخذنا النقطة الأولى تشكيل الفريق بهذا التفصيل الخاصة في الفريق فهذه حقيقة من النقاط القوة التي تحسب لفايفر أنه حدد كل الملامع التي يمكن أن تصير عليها المؤسسة أنه أنا أفرغ فريق كامل للتخطيط طيب كم مدة عمل الفريق هذه أنت تحددها يجب أن تحددها في خطة استراتيجية تقول نحن بلان تو بلان لأن هذه خطة ستعتمد من الإدارة العليا فيمكن تحتاجهم سبوع أو تحتاجهم شهر أو حسب حجم المؤسسة وخطة استراتيجية وهنا طبعا في النموذج كاتب 3 إلى 6 شهور في بعض الأحيان تكون أسبوعيا قد شهر كامل ولكن هذه تحدد في الخطة استراتيجية وأيضا تحدد المدة الخطة استراتيجية سنصنع خطة استراتيجية عن طريق هذا الفريق لمدة كم لمدة خمس سنوات قلنا المنظمات الصغيرة عشر سنوات للمنظمات المتوسطة وقد تكون خمسة عشر إلى عشرين سنة للدول والمنظمات الكبيرة قد تكون مؤسسات ضخمة يعني تعتبر كميجا كومباني فهذه الشركات المنظمات تضع خطة حتى لمدة عشرين سنة إلى الأمام لهذا هذا أيضا تحدد هذه خطتنا هي صالحة لمدة خمس سنوات قادمة وأيضا اختيار نموذج ويجب أن يحدد النموذج هنا يقول لك الجميل في فايفر هو معطيك البروست كامل وإنما يقول لك اختر واحدة من النماذج التي تريدها في التخطية Selecting Strategic Model يمكن أن تستعين بسوات سيناريو وهكذا يجب أن تحدد أيضا النموذج وتعميم وإعطاء الصراحيات الفريق يعني قد بعض الأمور أو بعض المعلومات الموظف لا يستطيع الافصح عنها مع بقية أعضاء الفريق فيجب أن يأخذ بعض الموافقات وموافقة من إدارة العليا هل تسمحوا لي افصح عن الأمور المالية للفريق فيأخذ بيها موافقة أنه نعم ممكن أن تشارك لهدف أو تشارك فقط في هذه المعلومات فهنا يسمى بالأوثوريتي إعطاء الصراحيات يعني إعطاء الصراحيات الفريق بما يصرح عنه مع بقية أعضاء الفريق مع الشخص المستشار الخارجي مع الأعضاء يعني فهذه كلها هذه كلها ويمكن تضيفون لها سادسة وسابعة وثامنة ولكن يجب التفكير في موضوع بلان تو بلان من هم الفريق وأين سيجلسون أين سيكونون أين سينامون كم الفترة التي سيقوم فيها في التخطيط ما هي الستراتيجية التي سنتبعها هل سنستخدم سوات أم فولي فقط فايفر ما هي الصراحيات التي يحتاجها الفريق قد تكون فيز قد تكون صراحيات سفر قد تكون صراحيات الأفصاح عن المعلومات قد يوقعون أعضاء الفريق على ال-NDA Non-Disclosure Agreement وهكذا وحتى المستشار الخارجي قد ضمن سياسة المؤسسة يجب أن يوقع على NDA حتى إذا أفصح وأصد يعني أفصح عن المعلومات الخاصة بالشركة لجهات خارجية يجب أن يحاكم لأنه مواقع على agreement خاصة بعدم الأفصاح NDA Non-Disclosure Agreement فكل ما يخص التخطيط هو لك الحق أن تضيف ما تراه مناسبا أو تستثني ما تراه زائدا يعني في هذه القسم القسم الأول اللي هو plan to plan طيب القسم الثاني اللي يجب أن يناقش عن طريق فريق التخطيط لو الآن بدئين بمشروع مثلا نضع خطة منذ خمس سنوات نحن هذه المؤسسة ما هي القيم التي ستصير عليها هذه المؤسسة الـ values يعني على أساس الـ values ستبنى رؤية والمشن وكل الأمور الخاصة بهذه المؤسسة فيجب أن أحدد القيم النقطة الأساسية بعد ما وضعنا فريق التخطيط يبدأون بوضع القيم والقيم اللي هو كل ما تعتبره المنظمة ذات قيمة وأهمية لها قد تكون ثلاث قيم أساسية في المنظمة لا تتعارض هذه القيم مع يعني مع العمل الذي تقوم به المؤسسة وتكون قيم صادقة وحقيقية ولا تتعارض قيمة مع قيمة أخرى فلهذا تحديد القيم يأتي من الفريق ليشفي شخص من إدارة العليا ومن قيادة العليا وفي من بقية الأقصام حتى يتحدد القيم على أساس سبنى كل الخطة الستراتيجية مثلا هل الربح عندنا الفصاح بالربح هو يعتبر من القيم نحن شركة ربحية مثلا أو نحن شركة غير ربحية الشفافية مثلا هل ممكن هل ممكن تكون نحن كمؤسسة عسكرية تصنع أسلحة نقول نحن من قيم مؤسستنا هي الشفافية الترانسفيرانسي إطلاقا لا بل يجب أن تكون قيمة سرية الالتزام بالضوابط الشرعية الالتزام بالأخلاق الجودة الـ quality هل ضمن القيم فحقيقة هذه كلها يجب أن تحدد لأن كل الخطر الساتيجية ستبنى على هذه القيم ومن يحددها يحددها فريق التخطيط يحدد هذه القيم ويتم اتفاق عليها ويجب أن يعني يحسم أمر هذه القيم وتحدد القيم وأن لا تكون متعارضة أنا طبعا وضعت في هذا الملف إن شاء الله تشارك فيه وضعت هنا أبرز القيم فلدينا مثلا هنا القيم القيم عندنا هذه بعض المحددات للقيم عندنا قيم أخلاقية وقيم علمية وقيم اجتماعية وقيم تنظيمية فممكن نستعرض قيم الأخلاقية مثلا النزاهة هل مؤسستنا تلتزم بالصدق والأمانة في جميع الأفعال والقرارات وتصرف بشكل تماشى مع مبادئ الأخلاقية إذا كانت أنت تريد تخلي ضمن القيم الخاصة بمؤسستك النزاهة كقيمة ضعها كقيمة الشفافية هل تريد أن تفصح عن كل شيء عن قراراتك عن عملياتك ضعها كقيمة هل الاحترام لو أنت مؤسسة تتعامل مع المجتمع مثلا طبعا حصل طبيعة المؤسسة الأكاديمية العلمية كل مؤسسة لها قيمة التي على أساسها ستبنى الرؤية والرسالة والأهداف هل العدل والإنصاف ضمن القيم عندك مثلا هل التعاطف أمانة قيم هل الوفاء والحفاظ على الوعود ضمن القيم هل التواضع ضمن القيم هل الشجاعة ضمن القيم هذه كلها أمثلة يمكن أن تزيد على هذه القيم وتضعها في داخل مؤسسة كنت تنتقي واحدة من هذه القيم وتقول قيم أخلاقية هي عندنا مثلا النزاهة مثلا لأننا مؤسسة مالية فعندنا موضوع النزاهة والشفافية مثلا ضمن القيم القيم العملية الجودة الكفاءة الابتكار المرونة الاحترافية العمل الجماعي الالتزام بالمواعيد التواصل الفعال حل المشكلات هذه تكون ضمن القيم العملية يمكن أن تنتقي حسب طبيعة مؤسستك وحسب المؤسسة التي تخطط لها وخلال التجارب السابقة والوقائع التي مررتم بها في هذه المؤسسة فما هي القيم العملية التي يمكن أن تكون في داخل هذه المؤسسة القيم الاجتماعية ممكن أن يكون التعاون لو أنت مثلا NGO مؤسسة مثلا غير بحية وجمعية علمية وجمعية اجتماعية التضامن الاحترام المسؤولية الاجتماعية العدالة التسامق التكافل الكرم المشارك الاحترام البيئة هذه كلها قيم خاصة في القيم الاجتماعية يمكن أن تنتقي ما تريد أيضا القيم التنظيمية الاستدامة أنا مؤسستي قائمة على موضوع الاستخدام الموارد بكفاء الحفاظ على البيئة وضمان استمرارية العمل على المدى الطويل المسائلة هذه قيم تنظيمية شفافية المرونة التميز الابتكار القيادة الفعال التعاون التنوع والشمول والالتزام بالأخلاق هذه كلها عبارة عن بعض المخترحات للقيم التي يمكن أن تناقش من قبل الفريق فريق التخطيط فإذن هنا وضعنا القيم ونفرض أننا قمنا باختيار ثلاث إلى أربع قيم فأتممنا المرحلة الأولى التخطيط التخطيط plan to plan ووضعنا الفريق والتيم ومنهم وكل الملامح والخطة ثم وضعنا في التنفيذ الآن القيم الvalues لهذه المؤسسة ننتقل الآن بعد ما وضعنا القيم قد يوم كامل يؤخذ على القيم أو قد يوماً يؤخذ على القيم يش هو يأخذون فترة طويلة للتخطيط القيم هي core values الأساسية لهذه المؤسسة حتى تطبع ويتم وضعها في الجدران في داخل المؤسسة لأنه our values قيم الخاصة بمؤسستنا هي مثلاً الشفافية والاحترام والاستدامة مثلاً لهذا تأخذ وقت طويل فقط حتى ناقش ونختار قيم تتماشى وتتسق مع المؤسسة طيب الآن بعد ما وضعنا القيم نضع أمر هام جداً وهي رؤية الرؤية الفيجن إلى أين نريد أن نصل بهذه المؤسسة وفقاً لقيامنا يجب أن نضع الصورة الذهنية المنظمة في نقطة مستقبلية فهو يعرفون الفاليو رؤية هي عبارة عن فطبعاً هذه الرؤية أيضاً تكون مطبوعة ويتم وضعها في الموقع الرسمي للمؤسسة ويتم وضعها ومشاركتها وشرحها للموظفين والستيكولدر أصحاب العلاقة ويجب أن تتسم بملامح محددة أنه أولاً تكون يعني هذه الرؤية يجب أن تتفق عليها من قبل الفريق وحتى من قبل الإدارة وتكون شيء يمكن أن يحفظ ويشعر الشخص الذي يقرأ أنه نوع من الفخر بالنسبة للمؤسسة يعني يعني أنا رؤيتي على سبيل المثال مثلاً رؤية مثلاً تكون مثلاً واحدة من الشركات كاتبة رؤيتها 555 مثلاً 555 هذه هي رؤيتنا في هذه المؤسسة أننا نتفق على 555 هذه الرؤيتنا ما هي رؤية 555 رؤية 555 أننا مثلاً نحقق مبيعات بقيمة 5 مليون دولار مثلاً عن طريق 500 موظف خلال 5 سنوات ف مثلاً كما قلت لكم مثلاً ماليزيا وضعت لها خطة 20-20 سعودية 2030 أو 30 أو 35 2040 سلطنة عمان فتكون شيء ستيكي قابل أن يحفظ وقابل أن الناس تتذكر طبعاً يحدد الفريق الأسئلة الرئيسية الخاصة في المنظمة أهم المنتجات والأنشطة الموارد البشرية الوضع المالي الإيرادات التقنية هذه كلها ستناقش وتفتح كملفات وحتى كل فرد من هؤلاء الأفراد في فريق التخطيط الذي يمثل القسم الخاص به حتى يمكن أن يجيب على الاستبانة ويجيب على مجموعة أسئلة بشكل منفرج ثم يتفقون الفريق على وضع رؤية خاصة بهذه المؤسسة ثم يتفق مع الإدارة حول هذه رؤية تفصيلية ثم ستلخص وتكتب بطريقة قابلة للحفظ فهذه هي الرؤية هذه هي الرؤية ويمكن طبعاً الوقت لا يسعن أن نأخذ أمثلة ولكن يمكن أن تكتبون مثلاً الرؤية الخاصة بأي مؤسسة من الشركات وتقرؤوها وترون هل تنطبق عليها المعايير الخاصة الرؤية هل هي صورة مستقبلية هل هي عبارة عن شيء تطمح المؤسسة أن تحقق خلال خمس سنوات القادمة أن تكون عليه هل قابل أن الإنسان يتذكر فهذه فكرة وفلسفة الرؤية هي عبارة عن صورة ذهنية في المستقبل للمؤسسة أو الشركة أو الجامعة أو الكلية في نقطة مستقبلية محددة عن طريق فريق التخطيط وتكتب بطريقة أنه تكون قابلة للحفظ وفيها أرقام أيضا طيب الميشن الرسالة النقطة الرابعة هي الرسالة الميشن حقيقة في بعض هنا مثلا في هذا بعض الخبراء والمنظرين يقول لك مو ضرورية ولكن لا ضعي أن تكتب لا ضعي أن تكتب الميشن ولكن الأهم منها هي رؤية رؤيتنا خلال خمس سنوات أين الغاية أين لو تذكرون تعريف الأولي لخطة استراتيجية هو فن رسم الغايات فن رسم الرؤية كيف سيكون وضع مؤسستي خلال الخمس سنوات القادمة أما الرسالة فهي عبارة عن جملة تلخص الرؤية عبارة عن جملة أنه أنا خلال هذه الخمس سنوات كيف سيكون وضعي تكون أيضا جميلة ومختصرة وسهلة الحفوظ وتلعو إلى الفخر بهذه المؤسسة وتحدد مجال عملها ويمكن أن يتم تضمين القيم اللي اختاريناها هنا بالفاليوز ليجب أن نضمنها وبحيث الشخص الذي يقرأها سيعرف أنت في أي مجال تعمل ومن هو جمهورك المستهدف وما هي القيمة التي تسير عليها وأيضا يعني صاحبها أو شخص الذي يقرأها يشعر بالفخر لهذه المؤسسة مثلا نعم مثلا مطاعم مكدنولز رؤيتهم رؤيتهم نسعى لإشباع شهية العالم بتقديم طعام جيد بسعر مقبول وخدمة حسن مثلا سلاحة جو الأمريكي الرسالة الخاصة بي رسالته يقول تقديم قوة جوية عالمية راقية في أي مكان أو في أي وقت بقوة عالمية مثلا في واحدة من الأكاديميات في الكويت واضحها هنا الدكتور أسامة أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت يقول الرسالة الخاصة بهم أفضل تعليم في الشرق الأوسط في بيئة أخلاقية وإبداعية هنا طبعا صاحبها يشعر بالفخر لما يقرأها أو حتى الطالب أو حتى الأستاذ أفضل تعليم في الشرق الأوسط في بيئة أخلاقية وإبداعية ووضع القيم الأخلاقية والإبداعية ووضع مجال العمل هو التعليم ووضع الجمهور المستهدف هم المتعلمين في الشرق الأوسط فهو وضع هذه الملامح الأساسية اللي ذكرناها مواصفات الرسالة وضعها في هذه الرسالة اللي هو الميشن اللي أنا أسير عليها وحقيقة في بعض بعض الناس يضعون الرؤية بدل الرسالة والرسالة بدل الرؤية فهي حقيقة فيها نوع من الأمور الفلسفية ولكن الرؤية واضحة أنه أين سيكون وضع المؤسسة يجب أن تكون فيها أرقام يجب أن تكون محددة يجب أن تكون رؤية سمارتس سمارتس أنه كما قلنا رؤية تذكروها يعني يمكن تكون مثلا سبعة 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 بحيث أقدر أشرحها للشخص المقابيل أنه أنا رؤية في هذه المؤسسة بعد سبع سنوات يسجل لدينا سبعة مليون مثلا باحث عن طريق سبعين متطوع مثلا أما الرسالة فتكون ما تكون فيها أرقام وأنها ما تكون جملة يمكن أن أحدد وأضمن فيها قيمي ومجال عملي وكذلك جمهوري المستهدف في داخل فإذن النقطة الرابعة طبعا يمكن أن نخوض بتفاصيل كثيرة في هذا الموضوع والقراءة أنا فقط أضع الملامح المقدمة الأولية أنه في هذا ما يسمى بتخطط استراتيجي في فريموك أسير عليه ويمكن تدخل الكتاب الأصلي وتقرأه وحتى فيه كتاب للدكتور طارقس وإذا رأى جدا حول الخطة الاستراتيجية وأعتقد موجود كPDF أونلاين يشرح بالتفصيل حول الموضوع فإذن الميشن الرسالة هي عبارة عن جملة مختصرة قابلة للحفظ يشعر قراءها بالفخر تحدد مجال عمل منظمة تحتوي على أهم القيم الخاصة بالمؤسسة وتشير إلى التمييز المؤسسة بالنسبة للمنافسين ويشعر قراءها بالفخر وتحدد جمهور المستهدف أحد تقول لي كل هذه النقاط أختصرها بجملة نعم لهذا هنا فريق مجتمع متفرغ بمكان آمن سعيد حتى يهندس ويخطط لهذه الرسالة لأنها ستكون مكتوبة ومطبوعة ومذكرة على الموقع ما هي القيم الخاصة بنا وما هي رؤيتنا وما هي رسالتنا لو تلاحظون هنا المنهجية في العمل هناك بروسس هناك منهجية هناك وضعنا فريق التخطيط ثم وضعنا القيم ثم وضعنا الرؤية ثم وضعنا الرسالة تمام؟ طيب مثلا هنا هنا مثلا أكاديمية هذه اللي أخذناها المثال أكاديمية الإبداع الأمريكية الموجودة في الكويت أكاديميا تقول أنه أفضل تعليم هذه الميشن خاصة أفضل تعليم في الشرق أوسط في بيئة أخلاقية وإبداعية طبعا مختصرة لو تلاحظون هذه الرسالة هل هي مختصرة؟ نعم مختصرة وتبين عمل المؤسسة هي أكاديمية لأنها تعمل في التعليم والقيم ذكرة الأخلاقية والإبداعية هذه قيمهم وكذلك تتميز المنظمة أنها تعمل في الشرق أوسط صاحبها الذي يقرأها يشعر بالفخر ومحددة جمهورها الشرق أوسط فهذه فكرة أنه أنا أصيغ وقد كل واحدة منها تأخذ أيام من العمل كل واحدة من هذه الجزئيات تأخذ أيام أيام نأخذها للقيم ونناقشها ونقرها واتفق الفريق على القيم ثم على الرؤية ثم على الرسالة وهكذا الآن ننتقل للنقطة الخامسة بالفروسس هذا بالفريمور اسمها مجارات العمل ما هي مجارات العمل الرئيسية التي تقوم بها هذه المؤسسة؟ يجب أن تحدد المحاور التي تعمل بها هذه المؤسسات تسمى باللين أو بيزنز أو مختصرة بالل أو بيز تسمى بملجرات العمل هل أنت تعمل في التعليم أم في الاستثمار أم في الأخشاب أم في النقل أم في الترفيه أم في الفكر أم في الإغاثة وقد يكون يعني فيض واحد كمجال واحد تعمل بي مثلاً كأكاديمية تقول أنا أعمل في مجال مثلاً تعليم وأعمل في مجال استشارات مثلاً وأعمل في مجال مثلاً التأليف أو صناعة المحتوى مثلاً حددت مجالات العمل يجب أن تحدد مجالات العمل ضمن خطر استراتيجيين كل مجال يجب أن تكتب عنه تفصيل عن هذا المجال يتسمى بالدومين النطاق أو المحور الذي تعمل به ما هي الخدمات التي تقدمها ما هي البضاء التي تبيعها هذه المؤسسة لو أنت في الأدوكيشن فأنت تقدم خدمة خدمة التعليم لو أنت مثلاً في مجال استثمار فأنت تقدم بعض أيضاً كخدمات استثمارية لو أنت في مجال مثلاً الوجبات السريعة فأنت عندك منتج تقدم مثلاً مكدونالد وكي اف سي فهي تقدم مثلاً فاسفود واضحة أو بمالتها واضحة مشكلة مؤسسات بعض المؤسسات أنه معارف ما هو ما هو مجال عمل فصير الموضوع أي مجال يشتغل فيه أي مجال يأتي لهذه المؤسسة مثلاً أو لهذه الشركة يعمل فيه فما في خطة ما في مجالات واضحة ما في كمعالم واضحة فمجالات العمل تتوافق مع الرؤية والرسالة والقيم وتكون طبعاً يعني يفضل أن تكون مجال واحد تركز عليه المنظمة أو قد يكون أقصر شيء ثلاث مجالات ثلاث مجالات ثلاث مجالات فتحدد من قبل فريق العمل نحن شغلنا بشنو نحن العمل الذي نقوم به في هذه الأكاديمية في أي مجال حتى نحدد لو جاء عمل آخر خارج لائن أو بيزنز ما ندوق نفسنا فيه ولا لأن ما عندنا فريق ولا عندنا بنية تحتية ولا عندنا خبراء في هذا المجال لهذا أنا ما أقحم نفسي في لائن أو بيزنز هو ليس ضمن إطار العمل الخاص بي يعني كل شيء مكتوب وموثق وأنا أنا أعرف أنا في أي مجال أعمل لو مثلا أنت أكاديمية وهذه الأكاديمية قلنا تقدس يعني تهتم في لائن أو بيزنز الأول في التعليم دورات ومحاضرات لائن أو بيزنز الثاني الألوبي الثاني الخاص فيها هي في موضوع الاستشارات مثلا العلمية أو البحثية واللائن أو بيزنز الثالث الخاص بهذه الأكاديمية هو صناعة المحتوى العلمي الهادف لو جاء شخص وقال هل تتاجرون معي في الأخشاب ما العلاقة الأخشاب في إطار عمل أو مجالات عمل هذه المؤسسة هل يمكن أن نفتح في الأكاديمية مكان لبيع الوجبات السريعة أطلاقا لا أحيلها إلى مؤسسة ثانية إلى شركة ثانية أستحدث شركة ثانية بطاقم بفريق بقيم بالرسالة بأهداف ولكن ما أقحم كل شيء في داخل هذه المؤسسة بهذا line of business يكون واضح المعالم ومحدد ومكتوب ومتفق عليه فهنا فيفر يقول هكذا أنه نقطة خامسة أو المجال الخامس يجب أن أحدد مجالات العمل التي تقوم بها طيب النقطة السادسة اللي هو شيء يسمى بال SOB اللي هو وحدات العمل الستراتيجي كل واحدة من line of business وحدد لها LOB الخاص بها يعني على سبيل المثال الآن أنا حددت مثلا في LOB حددت أنه أنا عندي مثلا في مجال مثلا التعليم هذا واحد من المجالات طيب مجال التعليم ما هي الوحدات العمل الاستراتيجي التي ستخدم هذا المجال يعني LOB واحد اللي هو education التعليم يجب أن أستحدث له وحدات عمل استراتيجية الـ SPU مثلا على سبيل المثال الوحدة الأولى خاصة بالمحاضرات السريعة الوحدة الثانية الـ SPU الثانية خاصة بالورش العمل فأضعها وأحددها في LOB LOB فيها مثلا الثنين أو ثلاث أقسام ستخدم المجال العمل الرئيسي وقد أضع شيء يسمى بالـ S اللي هو تسمى بالـ supporting unit يعني أقول هل هذه الدورات المحاضرات تحتاج إلى الوحدة المساندة تسمى supporting unit أم أضع للمؤسسة كلها وحدة مساندة قد أضع للمؤسسة كلها S supporting unit مثلا على سبيل مثال القسم التقني هل هذه الأقسام الفرعية الـ SPU أضع لها كقسم خاص بها اسم قسم التقني أم أضع المؤسسة كلها كقسم تقني هل أضع لها قسم خاص في المالية أم أضع المؤسسة ك هذا كل تحدد عن طريق هذا الإطار يعني أنا أصل لمرحلة كما ظهر أمامكم الآن بعد ما حددت المجالات الـ OB هو مجال العمل الـ OB 1 الـ OB 2 الـ OB 3 وحدد ما هي الوحدات الستراتيجية التي يمكن هذه الوحدة الستراتيجية أن أفصلها أسويها كوحدة مستقلة بحد ذاتها يعني هذا تسمى بال strategic business unit الـ SPU كل منتج أو خدمة منصر بالعمل قابل للإستقلال فـ الـ OB 1 OB 2 OB 3 وقد يكون لهم supporting unit 1 وكل الـ OB يمكن أن أحدد لها اللي هي الـ SPU اللي هي strategic business unit الوحدة الوحدة العمل الستراتيجية اسمها فهنا طبعا حددت جميل لما أضع هذا الرسم يجب أن أعمل على توصيف هذه الوحدات يعني كل وحدة كل SPU يجب أن أعمل على توصيفها توصيفها ما هي product التي تقدمها ما هي الخدمات التي تقدمها فأضع هنا تفصيل بعدما وضعت vision بعدما وضعت value والvision والmission ووضعت الوحدات العمل الرئيسية اللي هي الـ OB أضع هنا الوحدات المساندة لها ووحدات العمل الستراتيجية الخاصة به طيب لأن لاحقا طبعا سنضع بعض التفاصيل الآن الآن ننتقل إلى خطوة السابعة وهي خطوة جدا هامة وهي KPIs اللي حاشي يفصل لنا فيها بعد قليل الدكتور رشاد الباروجي ما هي KPI هي Key Performance Indicator يتفق الفريق على أن كل واحدة من هذه الوحدات اللي كانت الـ SPU ما المطلوب اللي عندها أن تحقق على صعيد المبيعات على صعيد الأرباع على صعيد الإنتاج على صعيد النشر مثلا مثلا الـ KPI Key Performance Indicator مثلا للأستاذ الجامع على سبيل المثال يجب أن ينشر مثلا ثلاث أوراق بحثية بالـ ISI مثلا أو بالسكوب مثلا في العام الواحد هذا KPI خاص من النشر طبعا KPI له عدة أسماء مؤشرات الأداء بعضها يسمى KPI بعضها يسمى KPF بعضها يسمى CSF Critical Success Factor بعضها تسمى في الأدبيات أو في البحوث العلمية بالـ CSI Critical Success Indicators هي عبارة عن مؤشرات أداء المتعارف عليه بغض النظر عن التسمية إنها عبارة عن أرقام يضعها الفريق التخطيط حتى نستطيع النقيص عليها هل نحن ضمن المتوقع أم أقل من المتوقع أم فوق المتوقع تسمى كل جزء محدد يجب أن أضع له KPI إن كان على صعيد المبيعات على صعيد الأرباح على سبيل المثال مثلا المبيعات يجب أن يكون طبعا KPI يجب أن يؤخذ بجهد المقل بأدنى حدوده ما أضع بأقصى حدوده ثم يصاب الفريق بالإحباط أو المؤسس تقول أنا هذه الخطة خطة فاشلة لا أنا أضع شيء معقول وأضعه بأقل حدود هذا KPI لهذا مثلا لا تقل المبيعات عن مثلا مبلغ معين أو أقول مثلا للطالب أو للأستاذ عليك أن تنشر مثلا في العام الواحد ورقة بحثية واحدة مثلا أستطيع أن أضع مؤشرات أستطيع أن أقيس على هذه المؤشرات عبارة عن تور عبارة عن أداة أستطيع أن أقيس عليها طبعا وفي بعض ال KPI العالمية والمقترحة وفي شيء يسمى المؤشرات العالمية اللي خاصة في الشركات والمؤسسات وأستطيع أن أقارن وأخذ منها وأعدل فيها لهذا كل SPU وكل LOB يجب أن أحدد لها ثلاث KPIs حتى أستطيع أن أقيم على المستقبل هل نحن ضمن المتوقع أم نحن أقل أم نحن أكثر من المتوقع exceeding expectation ولا أضاير أن أغير بالKPI المستقبلا يعني لو بعد عام كامل أشوف الKPI أنا قلت للأستاذ الجامعي ينشر عشر أوراق بحثية ولكن الأستاذ الجامعي بالمعدل الأساتذة في هذه الكلية قاموا بينشر ورقتين بحثيتين فقط إذن الKPI وضع كان مواقعي ولا ينسجم مع الوضع الحالي إذن أنا أقلل لما أعدل الخطة الستراتيجية أقول لهم مثلا اثنين مطلوب منكم اثنين جهد المقل هو اثنين فلهذا هذا يجب أن تكون محددة في الخطة الستراتيجية اللي هي مؤشرات الأداء الأساسية الKee Performance Indicators طيب آتي عن نقطة الثامنة اللي هي موضوع تحليل الفجوات تسمى بالGap Analysis أحلل وأقارن المؤشرات الوضعها مع الواقع المؤسس السابق هل يمكن أن يعني هل الKPI سنضعها هل هي قابلة للتحقيق أم غير قابلة للتحقيق تسمى بتحليل الفجوات اللي ما عرفت ما إذا كانت الKPI صحيحة أو لا نعمل تحليل الفجوات لتحليل ذلك إذا كانت الفجوة معقولة فأستمر يعني مثلا أنا حددت أربع أوراق بحثية والذي تم يعني نشرة سنوية من قبل الأساتل لكل أستاذ مثلا في ناس نشرة وثلاثة وفي ناس نشرة وخمسة إذن إذن هي ضمن المعقول يعني جنب الرقم اللي أنا خال بالKPI فأنا أستمر بهذا الKPI وأسير عليه على الخطة ما التي أما إذا كانت الفجوة صغيرة فأغير وأرفع الطموح على سبيل المثال أنا قل two papers بالسنة ورقتين بحثيتين يجب على كل أستاذ أن ينشر في السنة وإذا الأساتل إذا واحد نشر ثمانية واحد نشر عشرة واحد نشر خمسة عشر وفإذن أن الKPI الوضع كان قليل فأنا هنا أرفع الKPI وأضع حتى يكون ضمن الطموح الخاص في المؤسسة أما إذا كان هناك الKPI الوضع هو يعني ثير وعالي وعلى أرض الواقع لم نحقق المطلوب فيجب أن أقلل من هذا الKPI حتى يكون ضمن السياق وضمن متعارف عليه ويكون واقعي فطبعا له تفصيل كثير موضوع الKPI وتحليل الKPI تحليل الفجارة لكن هو ضمن نموذج Fiverr أنا اللي يهمني من هذا الموضوع كله أنه هناك نماذج نسير عليها ويمكن لما تطر على النموذج تتدرب وعلى النموذج وستسير المؤسسة حول هذا النموذج ليس بشارط أن سنتعلم كل شيء حول هذا النموذج في هذه الدقائق وأنما هناك process في التخطيط الستراتيجي وكل شيء مخطط له مدروس وله الحيز الخاص به في التخطيط والتفكير والتوثيق طيب هنا طبعا الخطة التاسعة هي تسمى strategy implementation لأنه أضع خطة لهذه الخطة تنفيذ الخطة تحويل الخطة من تنظير إلى تطبيق وأخذ الاعتمادية لما قمت به من الإدارة وأشرح لفريق العمل للموجودين كموظفين وأشرح لهما هي الـ SPU مالتنا حتى يعرفون نحن المجال الذي نعمل به هو في مجال التعليم وليس في مجال الطعام ولا في مجال التوصيل وأشرح لهم الـ KPIs وأضع كل ما يخص موضوع أنه أحول هذه الخطة إلى حيث التنفيذ وأتأكد أن الجميع يجب أن يلتزم بهذه الخطة حتى نبدأ بتنفيذ الخطة عندما يعمل الجميع في الخطة الجديدة فهنا طبعا يسمى بالـ implementation ولها بعض التفصيلات خاصة فيها وبعض التدريبات ولكن المحور التاسع في Fiverr أنه أنا أعمل هناك تنفيذ الخطة والنقطة العاشرة تسمى الـ integration with operation planning اللي هو الخطة التشغيلية في أنا عندي خطة التشغيلية تخثف عن خطة استراتيجية خطة استراتيجية هذه تكون لمدة خمس سنوات وعوام إلى المستقبل أما الخطة التشغيلية هناك خطة أخرى وتسمى الخطة التشغيلية هي التي تسير عليها المؤسسة حاليا هذه خطة فأعمل على المناغمة بين الخطة استراتيجية الخطة التشغيلية تسمى بالدمج مع الخطة التشغيلية فأذهب إلى كل قسم من الأقسام وأقول أنت كان في السابق هكذا يجب أن يكون هكذا يجب أن تزيد من سرعة يجب أن الفريق يعمل حول المؤشرات الجديدة التي وضعناها هذه رؤيتنا هذه قيمنا فأدمج بعد ما تم الاعتماد في الخطة التاسعة في المرحلة التاسعة أدمج الخطة استراتيجية مع الخطة التشغيلية حتى تسير المؤسسة إلى الأمام إلى الفيجين الذي وضعناها إلى المستقبل الذي وضعناه لهذه المؤسسة طبعا هنا في شيء مهم أنا ممكن أستخدم سوات في التحليل مثلا لما أعمل هنا كتحليل المؤسسة في هذه المرحلة التخطيط للتخطيط أنا ممكن أستخدم سوات حتى أحلل وأستفيد من مقاط قوتنا وضعفنا والتحديات والفرص والمخاطر يعني سوات strength, weakness, opportunity and threats فهنا أستطيع أن أضمن بس الملاحظة على هذه الخطة فايفور أنها يعني تضع خطة طبعا أنا أستخدمها في خالب الأحيان المنصات الرقمية المشاريع الناشئة المشاريع الحديثة الجديدة طبعا بطاقات الأداء المتوازن هي أكثر وتعقيدا وأكثر كفاءة من هذه الخطة الاستراتيجية الخاصة بفايفور ولكن لا ضير أن نطلع على هذه النماذج الموجودة حاليا فهذه هي خطة فايفور الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي وكل واحدة منها طبعا لها تفصيلاتها ولها تدريباتها ولكن هناك بروسس خاص في التخطيط الاستراتيجي نعم يعني مثلا هنا KPI وهو موضوع مهم جدا اللي هو أهمية القياس KPI ما هي أهمية قياس الأداء أن القدرة على تشخيص مواطن الضعف والخلل في المؤسسة معنا أضع أرقام من ين أجيب الأرقام طبعا من واقع الممارسات الحالية من واقع المنافسين من واقع الدراسات السابقة أضع المؤشرات فالقدرة أهمية المؤشرات أنها القدرة على تشخيص مواطن الضعف الخلل في المؤسسة تبرير الميزانية المطلوبة لما أطلب هذا المبلغ كميزانية لتنفيذ المؤسسة لأن في عندي مؤشرات أريد أن أصل لها التحمل المسؤوليات بشكل واضح الحكم على مدى نجاح المشاريع زيادة المقدرة على التطوير التطور والتعلم هذه كلها كأهمية للKPI ما هي أهمية الKPI نعم أنا تقريبا يعني حاولت أن أجمل التفكير التخطط الستراتيجي أبرز هذه النماذج الموجودة حاليا في الفريموكس وأخذنا سوات على السريع وأخذنا أيضا في هذه المحاضرة الفايفر اللي هو Applied Sturgic Planning Model فتقريبا هذا ما يخص التعريف في هذه المحاضرة يمكن نفتح المجال للأسئلة كم تبقى لنا من الوقت سيداد عدنان طيب بتستعدنا الموجودة حاليا طيب لو في مجال للأسئلة لو نأخذ أعتقد نعم دكتور نعم دكتور معك شكرا شكرا بارك الله فيك سعد الدكتور سيف على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة ونفتح الآن باب المداخلات والاستفسار لمن أحب أن يشارك معنا ويطرح سؤاله فمن أحب أن يشارك فليرفع أداة اليد رايس هاند ويطرح سؤاله أو بإمكانه المشاركة مباشرة عن طريق صندوق الدردشة التشات ويضع سؤاله فيه ونحن نقوم بتوجيه إلى سعادة الدكتور سيف معنا المشاركة الأولى تفضلوا أحمد إياه أحمد أفضل تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام إياك الله شكرا جزيلا الدكتور سيف على هذه الإضاء الممتازة عند التخطيط الاستراتيجي أنا حق عن نقطتين النقطة الأولى هل بالضرورة يكون الفريق اللي بيعد الخطة الاستراتيجية من داخل المؤسسة كاملا بالذات من نقول اللي هي الإدارة العليا والإدارة المتوسطة والوسطة دائما يكون الفريق من الاثنين دي أنا أنا قلت لأن لأن لدي تجربة أنا أعمل في جامعة وأعمل في كلية هذه الكلية طلبت تغييم البرامج بتاعتها من جهة خارجية فعند عندما جاء الفريق المقيم فأول ما لاحظ في الخطة الاستراتيجية كان بيقول هل هذه الخطة الاستراتيجية هيعارك فيها كل الاستيك هولدر يعني حتى المجتمع الخارجي حتى كذا إلى خيره الموجود في المنطقة ولا بس عداها الفريق الداخلي فكانت نقطة يعني صراحة نقطة ضعف في اللي هي مسيرة الاعتماد وعطونا على ضوها تقريبا سنة عشان نعيد الخطة الاستراتيجية دي الأولى السؤال والحاجة الثانية الخطة الاستراتيجية دائما نحن نتبع قوالب غربية أو بنقول نابعة من مؤسسات غربية هذه المؤسسات زاد بيئة ممتازة بيئة تحتية ممتازة من ناحية الموارد البشرية من ناحية الإمكانيات نحن ما عندنا قوالب تناسب ظروفنا وإمكانياتنا المادية والبشرية فلذلك يعني بماعنا لما نجي عند الاعتماد نحن بناخد مثلا الايزو الايزو كلها جهات مثلا اعتماد غربية أو جهات اعتماد مؤسسات ذات إمكانيات عالية وكذا ونحن إمكانياتنا بسيطة حتى جامعاتنا لما نجي في الاعتماد بناخد الغوالب بالقربية في الاعتماد ليش ما يكون عندنا نحن غوالب تناسب ظروفنا وإمكانياتنا فيما يختص بالتخطيط الاستراتية شكرا جزيلا دكتور شكرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا دكتور ناخد مداخلات كلها الأفضل مداخلة مداخلة طيب فضل والله بالنسبة للسؤال الدكتور فاضل جزاك الله خيرا على ما تفضل به قد يكون الموضوع متعلق بطبيعة عمل المؤسسة يعني مثلا لو كان ضمن القيم هو اشراك المجتمع والجامعات البحثية طبعا يجب أن يكون هناك يعني اشراك للمجتمع المحلي مثلا في القرارات أو في عمل هذه المؤسسة أما في النسبة للشركات الذي أعرفه أنه يكونون من داخل عمل الشركة ما في دعية أشرك المجتمع في الشركة يعني مثلا أنا عبارة عن مؤسسة مثلا ربحية أعمل خطة استراتيجية خاصة بي فما في دعية أشرك المجتمع في خطة استراتيجية وأنما أنا فقط المعنيين بالموضوع الستيك هولدر المعنيين قد يكون شخص من الإدارة العليا قد يكون ينتدب شخص ذكي المعي من كل قسم من الأقسام وشرط يكون رئيس القسم وأنما شخص فاهم بجزئيات وتفاصيل هذا القسم الخاص فيه فينتدب للفريق الاستراتيجي مع وجود شخص خبير في موضوع الخطة الاستراتيجية يعني حتى يتم وضعها ولكن قد الذي تفضلت به قد بعض المؤسسات من باب مشاركة المجتمع والمسؤولية المجتمعية وشفافية يجب أن تشرك المجتمع أو الجهات المحلية في خطتها الاستراتيجية لهذا لهذا جاءت هذه المؤسسة وقالت أنه يجب أن تشركون المجتمع أما على صعيد الشركات ما في داعي أشرك المجتمع في الخطة الاستراتيجية الخاصة بي النقطة الثانية والسعار الثاني موضوع هل كل هذه النماذج هي نماذج غربية نعم وغالبها أمريكية يعني من أمريكا طبعا جاءت بناء لبحوث ودراسات وكلفة الملايين من الدولارات يعني لم تأتي بشكل فقط من باب التخيل أو التنظير وأنما هناك بحوث استمرت لسنوات حتى يتم استحداث هذا المنهجية أو هذا الفريموك يعني والعمل بي لبضع سنوات ثم استحدث نظام آخر أكفأ من عنده فقالوا أن هذا النظام وهذه المنهجية وهذا الفريموك أكفأ من النظام السابق وهكذا يعني حقيقة ما أعرف على حسب العلمي ما عندنا أي نموذج يعني خلنا نقول من أحد الدول العربية خاصة بتخطيط استراتيج أغلب هذه المنهجات التي ذكرت هي منهجيات أمريكية وغربية طبعا الصين في عندهم منهجيات خاصة فيهم روسيا أيضا عندهم بعض الدول في عندهم منهجيات الخاصة بهم يعني أثناء البحث حول موضوع المنهجيات ولكن هذا هي الأشهر والأبرز الاسوات والفايفار وبالانست سكوركار بطاقة الأداء المتوازن بالـ 1992 بيست 1960 مكنسي بالـ 80 أحدث وحدة حسب علمي وحسب ما قرأت أنه هي بلو أوشين ستراتيجي تعتبر بالـ 2005 وفي بعضها متعلقة بالأيجايل موضوع التحول الرقمي أيضا يعني جاءت من الدول الغربية متعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وموضوع التحول الرقمي وموضوع الذكاء الصناعي بعض المنهجيات الحديثة الآن التي يشتغلون عليها ولكن هذه كلها عبارة عن منهجيات قديمة ونافعة وكفوئة يعني يمكن أن تستخدم أنا أرى بعض المؤسسات إلى أن يستخدمون هذه بطاقات الأداء المتوازن وأيضا تعتبر هذه من الهجيات المشهورة فايفر فايفر موضوع نعم نعم دكتور في معلومة مداخلة من البروف راندا أديب فضلي فضلي ساعة أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله بشكر آآ دكتور سيف على من حضرة أكثر من رائعة وعلى فكرة الأسبوع أصلا للتخطيط بجد ما شاء الله وكمان حضرت يعني خصصته استراتيجي كمان ده يعني أكثر من رائعة آآ أنا بس هي وهم السؤال هو أنا بأكد بس على كلام حضرتك دايما لما إحنا بندي محاضرات أو دورات في التخطيط دايما بنقول لهم اللي هنقدر نخطط له هنقدر نحققه ولو قدرنا نحققه هنقدر نقيسه لو قدرنا نقيسه هنقدر نقيمه ولو قدرنا نقيمه هنقدر نعمله تحسين فده تأكيد على أهمية التخطيط حتى إحنا بنبدأ به كمان مع مراحل طفولة مبكرة بنعلم الطفل وهو في سن صغير زي خطط بحيث أنه هو يتمرن لما يبقى شاب هيبقى خلاص هو متعود على التخطيط فبشكر حضرتك وبشكر أستاذ عرنان على التقديم أنا الدكتورة رندة ديب وأستاذ في جامعة طنطن من مصر شكرا شكرا بارك الله بكم شرفنا بكم دكتور رندة نعم ما تفضلت بي موضوع حقيقة رائع أنه يقول الخبراء ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره هذا التعامل بلغة الأرقام والمؤشرات بأي خطة هو اللي أستطيع أن أتعامل مع الأرقام وأقلس هذه الأرقام ما أستطيع أن أسير في الأمنيات و يعني هذه نسمعها في محاضرات التنمية البشرية فقط رغمات وطموح وأمنيات ولما نقول خطة استراتيجية معناتها أرقام وأرقام أقيسة أما أصعد أو أنزل أو ف أعتقد بيتر بيتر دكر يقول وات كانت في مجر ما لا يمكن قياسة لا يمكن تطوير نعم تم شكرا 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 سعد بروفران بارك الله في معنى أيضا لدكتور طارق تفضل دكتور طارق تفضل السلام عليكم مرحبت الله وبركاته إياكم الله وسعيدنا اليوم يعني دكتور سويبي وهذه المحاضرة الثرة صراحة وإنك أعتبر جات تذكرتني لعدة سنين يعني الشعط الأقدار أنه حاول أزور ماليزيا لدراس الحط 2020 وفعلا يعني التخطيط الاستراتيجي اللي هو دور كبير جدا في المهض بالأمم يعني وأنا بقول يمكن في كتاب على ما أعتقد يتحدث عن صورة يوسف يعني بيكامله عن مجال التخطيط الاستراتيجي في الآية يمكن 47 اللي هو قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في زومبلي إلا قليلا مما تقولون يعني في كتاب يمكن بس في الجزية بتاعت الآية لتكلم عن التخطيط الإسراتيجي حقيقة يمكن جبير زي الأشار لمسألة الأهداف والخطط طويلة المدى يمكن في الوقت الحاضر المؤسسات يعني بالذات القطاع الخاص ويعني نحن من التدرج من خطة استراتيجية أو هدف استراتيجي إلى بيزينس بلان ثم إلى جرس بلان اللي هو خطة النمو فدي كل لو ما كان هناك هدف ممكن طويل الأمد ممكن يصل إلى حتى حددوا مدة يصل إلى عشر سنين فما فوق فأنا ما أقدر أربط بعدها خطة النمو عشان أنا جاء أشوف مدى الربحية للجطاع الخاص بالذات هي متقدمة وكيف أنا كشركة أجيس مدى ربحيتي والنمو بتاع الشركة سواء كان من ناحية ربحية أو من ناحية يعني ماركتينج في السبع مدى لأنه في النهاية يكون في خطة استراتيجية يكون في هدف طموح وجري مدة لا تقل عن عشر سنوات يكون في بعد ذلك تجي الأهداف البيزينس بلان بأهداف خطصة خمسة إلى ثلاث سنوات ثم تجي بعد ال فأنا من الأول زي ما أشير لمسألة الهدف الجريء أو الطموح فهذا لا بد أنه من الأول كقطاع خاص أو كمؤسسة لا بد أن نأخذ هذا الهدف حتى لو مهما يكون موجود يعني كهدف رئيسي نعم ويقاس وكلمة سمارت زي مطبق عليك الكامل فلا نحص في الأسئلة في شخص قال مفترض الأهداف على ثلاث سنوات وخطة ثلاث سنوات مفترض كل على ثلاث سنوات لكن رؤيتي أنه مفترض تكون فيه هدف جري عشان في النهاية أي خطة النمو والتي عندها تحاليل النجم الغض وتحاليل التفاصيل الأول الشي الآخر يمكن في شخص سأل عن مسألة الأيزو يمكن شات الأغدار البيئة كانت في النزول بيئي مختص في البيان البيئة الأيزو وعن باعتاشر ألف واحد فمن خلال البحث وعضو سابقا في لنية القروب وضع السياسات في الأيزو نفسها المواصفات الأيزو العالمية فانتبهت أنه معظم وشرط معظم هذه الأيزو كلها وهي طبعا برضو فيها جانب تخطيط جانب البلان فسبحان الله تلقاه فيها جانب الشرعي رسول سلام ويكاد وضعه برضو في جانب الإحسان وفي جانب فنحن بس دائلين أبحاث وبحوث الناس تدخل فيها في هذا الجانب ويمكن ما شاء الله المنصة الموجود فيها كثير من العلماء وفعلا نعمل على أصيل هذه العلوم وفعلا الناس تصل لها حتى الشهادة مثلا بتاعت الأيزو وغير الشهادات ليه ما تكون في دول عربية وفي مجمع خاص بهذه مثلا الشهادات وغير بس ممكن سؤال كبير أنه كيف الهدف الجديد أنا خطه في الهداف تحت الشركة أو المؤسسات عشان أقدر أصل بعد ذلك الغروس بلان أو خطة النمو وده أنا مستهدف بين كثير من القطاعات الخاصة بارك الله فيكم دكتور طارق حمان الله خبير فيه مقيم بالمملكة شكرا 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 بارك الله فيك نعم موضوع التأصير الحقيقة الشرعي لهذه المفاهيم جميل جدا والكتابة الذي تفضلت به حول صورة يوسف والدخطة السراتيجي فيها أيضا يعني من كتب حقيقة رائعة في هذا المجال يعني أنه حقيقة الكثير من الآيات يعني أنه تحث على موضوع النظر المستقبل والاستشراف المستقبل ف لو كان هناك يعني تفتح كمجموعة بحثية في منصة ريد حول هذه الموضوع يكون شيء جميل أنه يستقطب الخبراء لموضوع التأصيل هذه المفاهيم بكتاب مثلا عن طريق منصة ريد يكون شيء جميل جيد بإذن الله شكرا على هذه النقطة والالتفاة الجميل لدكتور طارق بارك الله بك طيب دكتور سيف نكتفي بارك الله بك من هذه المداخلات نكتفي بهذه المداخلات وذلك لضيق الوقت حتى ننتقل إن شاء الله انباشرة إلى شرح طريقة لحصول على الشهادة فجزاك الله عنا كل خير وبارك الله بكم شكرا 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 دكتور ورحمة الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أحبتنا الكرام تم وضع رابط الحضور والشهادة في الصندوق الدردشة على الشات لمن أراد أن يدخل مباشرة إلى الرابط طبعا ونعتذر من جميع الأساتذة الذين أرادوا المشاركة معنا وذلك لضيق الوقت أحبتنا الكرام نقوم مسوية الآن بشرح طريقة الحصول على الشهادة لهذه المقاضرة واسمحوا لنا أن ننتقل إلى مشاركة الشاشة نعم أحبتنا الكرام نقوم مسوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية التي تظهر بالصورة الواضحة أمامكم بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة بمجرد الضغط على تسجيل الدخول يتطلب الأمر كلمة المرور البريد الكتروني وكلمة المرور أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يسجلوا بعد ولم يلتحقوا بركب المنصة فبإمكانهم الضغط على زر سجل مجانا بأسفل الشاشة سجل مجانا ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية وكذلك الاسم باللغة الإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وتأكيده أيضا وكلمة المرور وتأكيدها ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها بعد ذلك نضغط على زر التسجيل فترسل المنصة رابطا لتأكيد الحساب وبمجرد ضغط عليه نصبح أعضاء رسميين إن شاء الله في المنصة وتظهر أمامكم صفحة رسمية المنصة أو ما يسمى بأنحائط نختار منها نظام عليم بالطرف الأيمن للشاشة نختار نظام عليم ننتقل بعده إلى الأقسام الخاصة بنظام عليم والتي تشاهدونها أمامكم نختار منها المحاضرات القادمة نختار منها قسم المحاضرات القادمة فننتقل بعد ذلك إلى جميع المحاضرات ونختار المحاضرة التي نحن بصددها وهي مقدمة في التخطيط الاستراتيجي نقوم بالضغط على الرابط فنذهب مباشرة إلى رابط التحميل طبعا قبل ذلك يجب أن نضغط على زر التسجيل الذي يظهر قبل هذه الروابط نقوم بالضغط على زر التسجيل ونحدث الصفحة فتظهر أمامنا الروابط الخاصة بتحميل الشهادة بالنسبة للغة العربية وكذلك للغة الإنجليزية نضغط على الروابط فننتقل مباشرة إلى الرابط الخاص بتحميل الشهادة زر تحميل الشهادة الإلكترونية وهي برسوم غمزية مقدرها خمسة دولار فقط وهذه الرسوم هي لاستمرارية عمل المنصة نعم أحبتنا الكرام وهذه وهذا هو النموذج الخاص بهذه المحاضة هذه بالنسبة للغة العربية وبالنسبة للغة الإنجليزية وأيضا أحبتنا الكرام ننوه إلى طريقة تعبئة الرصيد في المنصة فيوجد هنا علامة الزائد تجدونها في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة علامة الزائد نضغط عليها فننتقل إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الإتمانية وشركاء الحوالات المالية التي توجد في كل دولة شريك من شركاء منصة أريد وهناك أيضا فيديو مرفق لعملية تعبئة الرصيد نعم أحبة الكرام أيضا ننوه لأنه إن شاء الله التسجيل لهذه المخاضرة سنقوم برفعه على الصفحة الخاصة للمنصة على اليوتيوب والتي تشاهدونها أمامكم هذه هي الصفحة الخاصة في المنصة على اليوتيوب ومإمكانكم العودة لجميع التسجيلات والمخاضرات التي قدمت في المنصة نعم أحبة الكرام وصلنا معكم إلى نهاية شرح طريقة الحصول على الشهادة لهذه المخاضرة وإن شاء الله سنلتقي بكم بعد قليل مع مخاضرة أخرى لسعادة الدكتور رشاد البارودي وهو خبير الأداء الاستراتيجي وبمحاضرته بطاقات الأداء المتوازن ومكتبة المؤشرات العملاقة KPI Mega Labelary نعم حتى ذلك الوقت وإن شاء الله سنبقي القاعة مفتوحة حتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه ونلتقيكم بعد نصف ساعة من الآن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا